و النهاردة صدر بيان عن الخارجية المصرية البيان اكد ان وزير خارجية سيد سامح شكري التقى نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن وزير خارجية قطر و زي ما قال بيان الخارجية المصرية التقى وزير خارجية سامح شكري في مستهل زيارتي الى دولة قطر نائب رئيس مجلس وزراء وزير خارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن الثاني وذلك في لقاء منفرد مطول بينهما أعقبه جلسة مباحثات رسمية بحضور وفدي البلدين صرح السفير أحمد حافظ المتحدث الرسم باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين أعربوا خلال اللقاء عن الارتياح لمشاهداته العلاقات المصرية القطرية من تطورات إيجابية في عقاب التوقيع على بيان العلا في 5 يناير 21 واتفق على أهمية المضي قدما في اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للبناء على ما تحقق من خلال إعادة تفعيل أطر التعاون السنائي المختلفة والاستمرار في عقد آليات متابعة القائمة سعيا نحو تسوية جميع القضايا العالقة بين البلدين خلال الفترة المقبلة تم الاتفاق أيضا على دفع أوجه التعاون السنائي في القطاعات الزات الأولوية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين وأضاف السفير أحمد حافظ أن اللقاء بين وزيري خارجية مصر وقطر اللي موجود في الدوحة النهاردة أن اللقاء تناول أبرز التحديات الرهنة التي تواجه الدول العربية والمحيط الإقليمي وما يستوجبه ذلك من ضرورة تكسيف التنسيق والتشاور وتعزيز أليات العمل المشترك بما يسهم في تحقيق ما تصب إليه الشعوب العربية من تطلعات نحو تعزيز الأمن والاستقرار ودفع عجلة التنمية كما تطرق الاجتماع إلى الاجتماع التشاوري أو كما تطرق كذلك الاجتماع التشاوري المقرر عقده غدا في إطار جامعة الدول العربية للتباحث حول أبرز القضايا العربية وسبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القوم العربي وكذلك عملت تأكيد على تضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الزاري المقرر نعاقديها حول قضية السد الإسيوبي هذا وقد تناولت موحسات أيضا مناقشة رؤى ومواقف البلدين إذا أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي ده بيان الخارجية المصرية النهاردة عقب لقاء ما بين سيسمح شكر وزير الخارجية مع نظرية القطري شيخ محمد أبن الرحمن زي ما حاكم تشوفوا ده اللقاء السنائي بين الوزيرين وبعد ذلك حصل انضم أعضاء وفدي البلدين في لقاء أيضا ربما هذا اللقاء هو اللقاء المطول وبعد ذلك اللقاء المؤسع لوفدي البلدين زي ما احنا بنشوف كده برئاسة وزير الخارجية مصر وقطر مباحثات اللي تمت النهاردة في الدوحة وزي من كم يوم سيد وزير الخارجية لما كان معنا سيد سامع شكري يوم السبت في حواره كلم بشكل واضح على العلاقات مع قطر وقال كده بشكل واضح يعني الأسبوع القادم هيكون فيه تطور هيكون تطور إيجابي قال معنا هذا الكلام وهذا التطور اللي كان بيكلم معنا وزير الخارجية عنه حصل النهاردة اللي هي الزيارة التي سبقت اجتماع وزراء الخارجية العرب إذن الزيارة هدفها التباحث وهي ردا أيضا على الزيارة التي كان جاءت وزير خارجية قطر قبل سلاسة تسابيع إلى القاهرة بكرة هيكون الاجتماع الوزاري ولكن خلينا نشوف كمان وزير خارجية قطر كتب إيه عاقب المباحثات اللي جارت النهاردة مع السيد سامع شكر ووزير الخارجية النهاردة قال الشيخ محمد على صفحتي الرسمية سعدت باستقبال معالي الأخ سامع شكري وزير الخارجية المصري والوافد المرافق له في الدوحة بحثنا سبل تعزيز التعاون بين بلدين الشقيقين والتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات السنائية متطلعين أن يسهم ذلك في تعزيز العمل العربي المشترك ذلك اللي كتبه وزير الخارجية القطر عاقب أيضا استقبال السيد سامع شكر وزير الخارجية والوافد المرافق لوزير خارجية مصر في الزيارة اللي هي تسبق اجتماع وزراء الخارجية العرب الاجتماع اللي هيكون غدا أيضا في الدوحة بمشاركة وزراء الخارجية العرب لدعم مصر والسودان في موقف هيهمة ضد التعنت الأسيوبي مصر والسودان تطلبان ضرورة الوصول لاتفاق قانوني وملزم هناك بالمناسبة تحركات كبيرة جدا على الساحة الدولية والإفريقية خاصة به هذا الأمر مبارح كان مفوض لتحاد الأفريقي مسافقي كان موجود مبارح في السودان والتقى الفريق أولي أفتاح البرهان التقى الدكتور عبدالله حمدوك التقى وزير الخارجية مريم صادق المهدي وخرجت تصرحات مهمة من جانب السودان مبارح عقب هذه الزيارة أيضا تحركات على مختلف الأصعادة هناك ربما عدد من أحمد قطان وزير الدولة للشؤون الأفريقية بالمملكة العربية السعودية كان في الزيارة إلى أسيوبيا خلال أيضا مبارح أعتقد في ساعات الماضية فهناك تحركات في هذا الملف بشكل كبير في الآخر الجميع عايز حل لهذا الأمر ولا تذهب أسيوبيا للمالء التاني أسيوبيا النهاردة أكدت بشكل واضح أنه عدم المالء التاني معناه خسائر بالمليارات هم قالوا كده معرفش إيه الخسائر حتش يعرف إيه الخسائر هيولد كهرباء في شهر ثمانية هيبيع كهرباء هل ركب التوربينات يعني إيه الخسائر لأسيوبيا ممكن المليارات لو ما مالوش في شهر سبعة اللي جاي إيه اللي ممكن يتعرضونه قال لك النهاردة تصرحات النهاردة طبعا هم معارفين في حركة كبيرة جدا بتحدث في المنطقة والإقليم وكل الدول بتتحرك في هذا الملف حاليا لأنه داخلين على مرحلة صعبة مرحلة السد الأسيوبي وطبعا زي نقول له حضراتكم يمكن ده هيكون له تداعيات والمجتمع الدولي بالكامل لديه قلق كما ذكر معنا السيد سامح شكري على الثان الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أنه هناك قلق المجتمع الدولي حول أي تداعيات قد تحدث في هذه المنطقة في حالة إقدام السيوبيا على الملء الثاني دون اتفاق مع مصر ومع السودان وكل القناوات بما فيها حتى قناة الجزيرة كانت واخدة زي ما حاكم بتشوفوا كده تصراحات وزير خارجية معنا على مدى اليومين اللي فاشتغلوا كل القناة اشتغلت على الحدث زي الحد انبارح النهاردة كمان كلام ده فكله كان بيشتغل على تصراحات وزير خارجية اللي كانت معنا قبل اللي كانت يوم السبت وقناة الجزيرة كمان تشتغل عليها وعملين تقارير واخدين مقتطفات من الحوار كتير من القنوات بقول الله حقاكم العربية والعالمية اشتغلت على هذا الحوار لانه تصراحات مهمة زي ما حاكم شايفين خدوا مقتطفات الجزيرة من هذا الحوار وهم وزير خارجية وبيتكلم معنا في هذا الحوار المهم لانه في كل رسائل اللي بتحمل سواء عن السيوبيا عن موقف مصر السودان قطر تركيا كل الملفات وبالتالي يعني هناك الكثير يعني مرجعية لأي يعني أي تطور أو أي موقف يتعلق بمصر من كلام وزير الخارجية السيد سامح شكري اللي كان قبل يومين معانا يوم السبت الماضي فهذا الأمر كمان وزراء الخارجية العرب وموقف مصر إيه اللي هيتم بكرة في الجلسات أو الجلسة اللي هيتم غدا في الدوحة بشأن السد السيوبي وأنه الاتهامات التي توجهها مصر والسودان النهاردة كمان مهندس سياسر عباس وزير الرئي السوداني كان عامل مؤتمر صحفي واتكلم فيها على أن السودان هتذهب إلى مجلس الأمن يعني زي مصر مصر إحنا رحنا مجلس الأمن لمرة تانية يوم الجمعة النهاردة ياسر عباس وزير الرئي السوداني اتكلم أيضا على الزهاب إلى مجلس الأمن وهناك أيضا اتكلم على مسألة الملء التاني وأكد أنه الملء التاني يهدد لو حدث يهدد المنشآت المائية السودانية والمواطنين السودانيين قال النهاردة في المؤتمر الصحفي وأكد أنه الملء التاني دون اتفاق أمر خطير للغاية اتكلم وقال أنه السودان ستذهب لمخاطبة مجلس الأمن بشأن السد الأسيوبي اتكلم مرة أخرى وده اللي أكده وزير خارجية سيسامح شكري أيضا أنه السودان مع يعني مباركة الاتحاد الأفريقي ومع دور الاتحاد الأفريقي ولكن أنه الاتحاد الأفريقي لن يستطيع حل هذه الأزمة منفردا لابد أن تكون هناك أطراف دولية اتكلم أيضا على تعنت الإسيوبي في هذا الأمر بعدم نصول الاتفاق حتى الآن وأكد أنه لأساس القانون المفاوضات هيكون هو إعلان المبادئ اللي وقع في مارس 2015 وليس هناك أبدا زي ما ذكر بالضبط وزير خارجية معنا يوم السبت وزير الرئي السودان النهاردة بيؤكد أنه اتفاق على المبادئ مفهوش أي مادة تتعلق أو أي كلام حول تقاسم المياه نذهب إلى الدوحة السفير حسام زاكي الأمير العام المساعد لجامعة الدول العربية والاجتماع المرتقب غدا لوزراء الخارجية العرب غدا في الدوحة سيد السفير أولا مساء الخير أهلا مساء للمساء المساء نون ماذا عن اجتماع بكرة الرسالة المتوقعة لدعم مصر والسودان في الموقف بشأن أزمة السد وأيضا مؤجهة التعنت الأسيوبي الرافض حتى الآن الوصول إلى اتفاق قانون وملزم بشأن المال والتشغيل للسد الأسيوبي والله هو طبعا للتوضيح ليست المرة الأولى التي تتوجه فيها كل من مصر والسودان إلى مجلس الجامعة العربية للحصول على موقف داعم للحقوق المصرية والسودانية ولموقف مصر والسودان من هذه الأزمة فسبق أنه صدر مرتين قبل هذا قرارين في هذا الشأن والقرارين بيذهبوا في اتجاه التأييد الكامل للحقوق المصرية والسودانية ولموقف الدولتين في هذه الأزمة القرار المطروح على اجتماع باكر أيضا بيذهب في ذات الاتجاه وهو تأييد المواقف المصرية والسودانية وشكر الاتحاد الأفريقي على الجهد الذي قام به حتى الآن مع الإشارة إلى تعثر المصر الذي رعاه الاتحاد الأفريقي وفي نفس الوقت مطالبة أو دعوة مجلس الأمن لأتحمل مسئولياته إزاء هذا النزاع لأنه واضح من الدولتين أن هذا النزاع هو نزاع جدي وليس نزاعا هامشيا ولا ثانويا كما يحاول البعض تصويره بالعكس هو نزاع في غاية الأهمية ويهدد حياة الأبناء الشعبين ومستقبلهم فبالتالي الحديث هو عن كيف يمكن للجانب العربي والجامعة العربية أن تدعم موقف الدولتين إزاء التعند الأسيوبي الواضح اللي هو يرفض الامتثال لأي شيء ويرفض التجاوب مع دعاوة الدولتين للدخول في اتفاق قانوني ملزم زي ما تفضل حضرتك سفير هل هيبقى بيان سيصدر ولا هيكون فيه يعني إجراءات الدول العربية أو وزارة الخارجية قد يعني تظهر بعد الاجتماع المرتقب غدا هل ربما فيه إجراءات معينة لأنه أسيوبيا تفهم لغة الردع وليست لغة الدبلوماسية شوف حضرتك هو الأمر مطروح بناءا على طلب الدولتين يعني الترمومتر بيجي من الدولتين إذا الدولتين مصر والسودان رأوا إن المطلوب هو رفع درجة حرارة الكلام فهذا أمر يعني مطروح إذا رأوا إن هم يطرحوا الأمور بشكل معين يخدم مواقفهم التفاوضية أو يعني يعمل تعبئة دولية أكبر لمواقفهم في هذه الأزمة فهذا أمر طبعا يعود إلى حكمتهم الدبلوماسية لذلك نقول إنه الاجتماع لن يتجاوز ما تطلبه الدولتين الدولتين تعلمان جيدا ما تواجهانه في هذه الأزمة وتستعينان بالموقف العربي من خلال مجلس الجامعة العربية بالقدر الذي يخدم مواقفهم وليس أكثر من ذلك عشان خاطر ما يكونش فيه يعني ما يفسد عليهم يعني شغلهم السياسي وشغلهم الدبلوماسي في هذا الموضوع طيب لكن يبدو النهاردة مرة السودان النهاردة تكلمت بشكل واضح إنها ستذهب إلى مجلس الأمن مصر توجهت مرة أخرى لمجلس الأمن يوم الجمعة الماضي الجامعة العربية في اجتماع الغد ما الذي سيتم فيما يتعلق بمجلس الأمن تحديدا إنه هو الجهة الدولية النهاردة التي تعاول عليها مصر والسودان التدخل لهذا الأمر هناك دعوة واضحة لمجلس الأمن لتحمل مسؤولياته يعني إيه تحمل مسؤولياته يعني ما يجيش حد يفشل قدرة مجلس الأمن على التوصل إلى موقف أو اتخاذ موقف قرار أو بيان يصدر عن المجلس يبقى دعوة المجلس لتحمل مسؤولياته هي دعوة الهدف منها الهدف منها هو أن نقول للمجلس ككل جماعي عربي أن نأمل ونتوقع من مجلس الأمن ودول الأعضاء وبالذات الأعضاء الدائمين ونعلم أن بعضهم لديه مشكلة مع هذا الطرح نقول لهم لا يمكن أن تقفوا متفرجين إذا هذا النزاع لا يمكن للمجلس أن يقف متفرجا لأن هذا الموقف قد يؤدي بالأمن والاستقرار في هذه المنطقة إلى مرحلة غير مرغوب فيها فبالتالي يجب الحذر وهذه مسؤولية أساسية لمجلس الأمن الدولي وفقا لميثاق الأمم المتحدة فبالفعل حيكون فيه نص فيه قرار المطروح على الوزر بكرة في هذا الشأن فقرة خاصة بمجلس الأمن وفقرة تدعو العضو العربي في المجلس أنه ينصخ مع اللجنة التي شكلت لهذا الغرض وبعثة الجامعة العربية في نيويورك حتى يمكن لهم أن يتوصلوا إلى كل الاتصالات والإجراءات اللي ممكن مع أعضاء مجلس الأمن تخدم الموقف المصري والسودان هل بصراحة مجلس الأمن يستطيع منع السيوب من الملء التاني يعني المساق بيقول إيه تحديدا في هذا الأمر طالما مصر والسودان تلجأ إلى مجلس الأمن والجامعة العربية كمان تدعم هذا الموقف إيه اللي ممكن يعملوا مجلس الأمن لأنه المرة اللي فاتت رحنا لمجلس الأمن ورجع الموضوع كله التحاد الفريقي والتحاد الفريقي فشل أنه يعمل أي إجراء وأي إنجاز حتى الآن وصلنا إلى طريق المزود إيه اللي يعملوا مجلس الأمن شو بحضرتك أنا يعني هشرح لك باعتباري دبلوماسي مخضر دبلوماسي عشان خاطر أنت تعرف المناصب بعشان الحساسيات لكن خلينا أقول لك المجلس الأمن مجلس الأمن هل لديه الصلاحية نعم لديه الصلاحية الصلاحية في إيه هو إحنا مش بنقول أن مجلس الأمن يبحث نزاع في المياه المسألة ليست هكذا لأنه ليس من صلاحياته أن يبحث نزاع مياه مضبوط إنما الدولتين بيقولوا إيه أن هذا النزاع هذا النزاع حينتج عنه تهديد للأمن والاستقرار والسلام في هذه المنطقة إذا استمر دون علاج إذا استمر دون مخرج متفق عليه ومقبول من الأطراف جميعا فهنا المدخل بتاع مجلس الأمن أنه هو لازم يتعامل أن هناك تهديد للأمن والاستقرار في هذه المنطقة ده كلام اللي ممكن مجلس الأمن يستند إليه في إنه يدخل بعض الدول التي لا تريد للمجلس إنه هو يتعامل مع المسألة دي عندها تخوفات تقول لي إيه تخوفات أقولك هي دول أصلا منابع أنهار وبالتالي لا تريد لسابقة تطرح أمام مجلس الأمن إنها يستند إليها في المستقبل وحد ييجي يقول لها طب ما أنت عملت في النهر الفلاني كذا وفي النهر الآن كذا وفي دول مشتكية منك وفي دول متضررة من اللي أنت عملك فهي ده ده المشكلة اللي بتواجه البعض مش عايز المجلس يدخل في هذه الخانة وطبعا ده يعني للأسف الشديد بساق الأمم المتحدة بيعطي الدول دائمة العضوية بيعطيها هذه الصلاحية وهي صلاحية مفتوحة ولا يمكن لأحد أنه هو يستطيع أن يعني ينتزعها منهم فهنا الإشكالية اللي بتواجه اللجوء إلى مجلس الأمن ومع ذلك الضغط المستمر والتعبئة المستمرة المساندة للموقف المصري السوداني هي مطلوبة لأنه ربما باستمرار الضغط وربما باستمرار الزخم هذا يعني يوصل الموقف أنه الدول تحرج من هذا وتضطر للتعامل بشكل أكثر إيجابية مع الأزمة والمجلس يدخل على الخط فيها كما ترغب الدولتان لكن سياسيا ودبلوماسيا لجوء مصر ثم السودان زي ما أعلنوا النهاردة أيضا لمجلس الأمن ماذا تعني هذه الورقة أو الكارت الأخير تحديدا في الشأن الدبلوماسي والسياسي يعني هو في النهاية هو تعامل مسؤول يعني الدولتان بيقولوا أنه إحنا بنتعامل حتى اللحظة الأخيرة بشكل مسؤول لا نريد تصعيد لا نريد أن نذهب إلى ما هو يعني إلى أي خانة بخلاف الخانة الدبلوماسية السياسية التفاوضية التي يعني كل يعني التي يظل المسؤولون في الدولتين يرددوا أنها هي الوسيلة لانتوصل لمخرج للأزمة فالتوجه لمجلس الأمن ولو لو أنه بيبدو أنه هو تصعيد وهو بالتأكيد عندما تذهب لهذا المجلس اللي هو الأعلى على مستوى العالم في بحث الموضوعات الأمن والسلم بالتأكيد لا يزال هذا في الإطار السياسي والدبلوماسي ولا يجب أن يغيب ذلك عن ذهن متخذ القرار في الطرف الأسيوبي الذي يجب أن يفهم أن الدولتين لا يعني خلينا نقول متمسكتان بالمخارج السياسية والدبلوماسية لهذه الأزمة سعاد سفير مصر والسيدان طلبوا إيه لما طلبوا عقد هالس الابتماع طلبوا إيه إيه اللي قالوا إيه اللي قدموا قدموا مذكرة شريحة بتوضح الموقف وقالوا إحنا إحنا في الوضع الحالي وفيه حصل كذا وحصل كذا وحصل كذا اللي هو إيه كذا وإحنا طلبين اللي هو التطورات اللي أنتم بتتكلموا عنها في الإعلام طول الوقت إن عملنا كذا وعملنا الخطوة الفلانية وعملنا كذا وكان الرد الأتيوبي كذا يعني كل شرح لهذه الأمور بشكل يعني مقتصر نوعا ما وفي الآخر قالوا إحنا يعني بنطلب من المجلس هنترح عليه مشروع قرار وترح مشروع القرار ومشروع القرار المندوبين الدائمين اتفقوا عليه بالأمس في القاهرة وإن شاء الله يطرح بكرة على الأستاذة وزراء الخارجية لإعتماده طيب مشروع القرار خاص بمجلس الأمن ولا حاجات أخرى لا حاجات أخرى هو المجلس الأمن ده فقرة فيه يعني فقرة أساسية أبرز فقرة وفقرتين اللي أنا قلته لحضرتك من شوية دعوة مجلس الأمن لتحمل مدهولياته في التعامل مع هذه الأمن الدعوة دي هي أهم شيء يتعلق بين موضوع بتاع مجلس الأمن أنه هو بيقول للمجلس أنت لديك الصلاحية والمسؤولية لكي تتعامل مع هذا طيب وبالتالي ما ينفعش أنك تتهرق منها طيب الأول هيكون فيه اجتماع الجلس الأول مغلقة والتشورية ثم بعد ذلك جلسة لأنه بكرة 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 فيه بكرة أنا هقول لها هذا بتاك بكرة أساس التوجه إلى الدوحة كان لعقد اجتماع تشوري والاجتماع التشوري ده هو اجتماع عبارة عن يعني آلية موجودة في الجامعة ولكن الوزراء في شهر فبراير الماضي قالوا احنا عايزين نزودها ونزود وثيرتها فهنعملها مرتين في السنة فدي أول مرة أول واحدة منهم وكل رئاسة مجلس وزاري يعملوا اجتماع من هذه الاجتماعات فأول اجتماع جهن فده أصل التوجه إلى الدوحة هذه المرة على همش هذا الكلام جاء جات الدعوة إلى عقد جلسة غير عادية للمجلس لبحث تطورات ملف سد المهضة وهناك أيضا انعقاد للجنة فلسطين اللي تشكلت الشهر الماضي لبحث تطورات الخاصة بالأزمة في الخدس هل كل الوزراء خرج العرب حاضرين ولا فيها اعتزارات التأكيد بالنسبة لك كجامعة عربية يعني احنا بنتكلم على ان يمكن في حوالي 17 وزير موجود وده طبعا رقم عالي بالنسبة للمشاركة الوزرية يعتبر رقم جيد جدا أولا تحيات الحاج سعادة السفير حسام زاكي من العاصمة القطرية الدوحة الأمين العام المساعد لجميع الدول العربية بكرة يكون الاجتماع الوزاري بناء على طلب مصر والسودان لتقديم مصر والسودان زمالية السفير حسام زاكي الموجود في الدوحة الأمين العام لجميع الدول العربية السيد أحمد موجود في الدوحة وصلوا النهاردة عصر هذا اليوم للمشاركة أيضا وترتيبات لعقد هذا المؤتمر الوزاري الطارئ الخاص ببناء على طلب مصر والسودان لمساندة عربية قوية هيكون في قرار تم الموافق عليه من جانب المندوبين الدائمين في الجامعة العربية في اجتماعهم في القاهرة رفع إلى وزارة الخارجية العرب بكرة يتم إقرار هذا الأمر اللي هو فيه واحد بند مهم عدد من القرار في عدد من البنود البند الرئيسي هو دعوة مجلس الأمن زي ما شرح السفير حسام زاكي لتحمل مسؤولياته لمجلس الأمن مصر راحت الجمعة السودان هتروح كمان والنهاردة وزير الرئيس السوداني أكد هذه المعلومة وقال أن احنا بنجاهز ملف كامل نذهب به مرة أخرى إلى مجلس الأمن ضد التعنت الأسيوبي اللي بيعملوه ومستمرين والخطوات الأسيوبي بيحاول تأخذها فيما يتعلق بالملء المرة التانية أو الملء التاني تحديدا خلال الشهر القادم دون وصول الاتفاق أو دون توقيع الاتفاق بين مع مصر ومع السودان هناك هيكون دعم العربي إذا أقول لحضراتكم والدعم العربي مهم جدا الدول العربية أيضا تدعم موقف المصر السوداني بشكل واضح وبهذا العدد الكبير 17 وزير خارجية سيشاركوا في الاجتماع الطارق غدا في الدوحة زي ما قال السفير حسام زكي وده عدد كبير مشاركة العربية الواسعة التي تؤكد قوة التضامن العربي وقوة الدفع العربي لمصر والسودان في هذه الأزمة ومواجهة التعنت الإسيوبيا ومواجهة ما تريده إسيوبيا من ملء تاني ولابد من تدخل المجتمع الدول الممثل في مجلس الأمن نهاردة تحرقنا من إفريقيا إلى مجلس الأمن عشان مجلس الأمن كمان يكون هناك تحمل لمسؤولياته حتى لا يحدث تحدث أي قلاق وأي مشاكل في هذه المنطقة فدخول مجلس الأمن على الخط بشكل واضح وأعتقد أن مجلس الأمن مع تدخل عربي أيضا دعم العربي الكبير دول العربية دول مهمة مؤسرة رقم في العالم وبالتالي لها تأثير كبير فهذا الطلب هيكون أيضا له تأثير وهنشوف المجتمع الدول هيتعامل معنا إزاي ما قبل الملء التاني أو مصر والسودان عندهم آليات كثيرة كما ذكر السيد وزير الخارجية وبالمناسبة وزير الرئيس السودان النهاردة ذكر تقريبا نفس الجمل والعبارات اللي أكد عليها وزير خارجية مصر معنا تقريبا لأن هناك توافق وتنسيق مصري سوداني بين البلدين تحرق كبير آليات عندنا دفاع عن حقوقنا ومصالحنا لن نترك يعني كل ده هناك توافق وتنسيق وبالتالي اللغة موحدة ما بين مصر وبين السودان في هذا الأمر حتى لا نصل إلى طريق زي ما بقول كده طريق مسدود يؤدي إلى تهديد الأمن والسلم الدوليين طب مين اللي يمنع ده مجلس الأمن مساقه بيقول كده هو الجهة المعنية التي تتدخل لمنع أي تهديد للأمن والسلم الدوليين مش حد تاني يقدر تدخل هو مجلس الأمن الوحده هو اللي يعمل ده هل عندهم القدرة هل مصالح بعض الدول اللي عندها أنهار دولية عابرة للحدود لدول أخرى وزي ما قال السفير حسام وإحنا عارفين مين طبعاً اللي كان بيعط الفترة اللي فاتت والحاجات اللي حصلت لكن هل هذه المرة أنهم يحسوا بالخطر اللي بتعاني منه مصر والسودان يحسوا بيه ما يمر بالبلدين من أزمة حقيقية إذا حدث المال التاني وأيضاً دون الوصول الاتفاق كل ده أمام المجتمع الدولي مصر والسودان عملوا اللي عليهم وزيادة بصراحة وأنا أقول لحضراتكم صبر صبر يعني وإحنا هنا في بلدنا القيادة السياسية تحملت يعني الكثير من الصبر صبر لآخر زي ما نقول كده لأن احنا بلد مش هتروح لأي خطوة إلا بعد ما كل حاجة فهذا الأمر لازم نبقى واضحين نحنا بنتكلم على سلم نتكلم على السلام يا جماعة مش عايزين غير اتفاق بس مش عايزين غير اتفاق أنا هو أنا ضد تنمية بتاقة مش ضدها بس يلا نوقع مع بعض احنا خلاص كنا هنوقع ولكن السيوبيا ما زالت حتى الآن استفزاز تعنت زي بقول لها حقيقة نارضة بقول لك لو ما رحناش ملأة تاني مليارات هنخسرها يعني معناها ان احنا مش هتراجعوا عن هذه الخطوة هل هيحصل تراجع ولا لأ حدش عارف هل في ظل الضغوط اللي كلها الدولية وغيره هيحصل هذا التراجع ولا لأ خطورة اللي هيحدث حدش عارف هم عندهم انتخابات يوم واحد وعشرين انتخابات يوم واحد وعشرين قد تغير المعادلة قد تغير المعادلة شعب الاسيوب يحس انه فيه خطر عليه خطر يدخل فيه مشاكل رهيبة جدا انهم عندهم مشاكل داخلية طب يبقى فيه مشاكل مع الجران قد يكون الشعب الاسيوبلي كلمة بتغيير هذه الحقوق ينتخب ويبقى عنده اجراءات معينة والحاجات دي فيحصل تغيير عندهم داخلي من جواهم ولو تم ده هيكون للعالم بالمناسبة افضل لانه ابي احمد هو خطر مش على الشعوب المنطقة عالة للدنيا كلها اللي بيعملوا النهاردة والمجتمع الدولي وكله ده دخلات المجتمع الدولي والضغوط اللي بتنمع الاسيوبيا اللي عملوا وعمل الجرائم الحرب اللي ارتكبها فيه قليمة جريي ضد الشعب الاسيوبي دول تدخلت وغيره كل ده له تأثير كمان على وضع ابي احمد حالين هل ده يؤثر ولا لا هنتابع واكيد بكرة اجتماع وزارة الخارجي العرب اجتماع مهم في توقيت مهم عشان يدي رسالة للعالم ويدي كمان رسالة قوية لاسيوبيا وهذا التعنت الاسيوبيا النهاردة مجلس النواب يوافق على الموازنة الجديدة اللي هي عنوانها موازنة الجمهورية الجديدة ده عنوان الموازنة 21-22 موازنة ونهاردة عدد كبير من النواب كلم مبارح والنهاردة وفي الاخر وافق مجلس النواب على الموازنة موازنة الجمهورية الجديدة فيها كثير من زي ما بقول كده الناس يعني انك ضخ تمويل هائل رايح للمواطن مشروعات كثيرة استثمار حكومي ضخم عشان الناس انت في الاخر موازنتك يعني ايه عندي دخل كام طب عندي طلبات قد ايه ايه الفرق بين الاتنين دول احنا بنعمل كل ده عشان رايح للمواطن حجم تمويل ضغوط المواطن انا بعمله كل حاجة فالموازنة تطلق عليها موازنة الجمهورية الجديدة فهل موازنة الجمهورية الجديدة هيكون فيها اعباء كثيرة على المواطنين ولا هيكون فيها تحسين لاحوال المواطنين ولا موازنة الجمهورية الجديدة تنحاز بشكل واضح للفقراء والمحتاجين بشكل واضح سيد وزير دكتور محمد ميط اولا مساء الخير موازنة الجمهورية الجديدة لمن تنحاز احنا في الحس كل سياستنا للمواطن ومستقبل البلد دي ومصلحتها فبالتالي يعني ممكن احيانا احيانا تبقى الارقام بالنسبة لك مش هي اللي مباشرة عليك لكنها لما مع الوقت تكتشف انه ده هي كانت مش بس بصة في لحظتها علي ده كمان بصة قدام انه انا تحاول تمنع عني مخاطر انا مش شايفها للمواطن دلوقتي وللمواطن مستخبر خلينا فصل الكلام انا دلوقتي النهاردة عاوز اضمن انه ما يحصلش تضخم كبير وعاوز اضمن انه اللي انا بعمله دوت مع السنة دي والسنة الجاية والسنة اللي بعدها بيحسن حياة المواطن تدريجي فممكن مقدرش اعمل الحاجة مرة واحدة بس انا محتاجة أدت سنوات يعني لما ست بيس اعلن عن مشروع القرية المصرية والريف المصر وتحفيق وحياة كريمة اه ما قالش انا بكرة هعمل الكلام ده لي لانه ده مشروعات ضخمة ومحتاجة عشان اقدر اخلص فيها محتاج تلات سنين او اربع سنين عشان اقدر اه فممكن واحد يقولك يا سيدي انا لسه تدور علي بعد سلاتين واحد يقولك يا سيدي انا لسه تدور علي بعد سلاتين لأ هو مشروع ضخم جدا جدا هيحتاج تلات سنين وممكن لما اجا طبع الارض تمتد معايا الاربعة لكن هبدأ المشروع ده من الصح الشامل لما جينا دخل القانون اه قلنا يا جماعة ده هياخد من عشرة خمشة سنة الكاثرين قالونا يا سيدي عبالباشا لحيني دلوقتي لا لا ده مشاريع قومية للبلد والمستقبل للبلد فانت عنيك على حاجتين عنيك على انك تمشي تدريجي وتحسن احوال الناس بحيث يشعروا بيها وفي نفس الوقت على مدار سنوات زي يقوله كده بن ابن طوبة جنب طوبة جنب طوبة تطلع المبنى بس مش قادر ابني المبنى كله استنادي مش قادر ابني المبنى كله استنادي انه محتاج متطلبات سواء تمويلية متطلبات سواء يعني التطبيق العملي على الارض وما الى ذلك يحتاج وقت ادي لك مثال تاني احنا نتمنى انه ندخل الغاز الطبيعي لكل مكان في مصر بس نقدر نعملها مرة واقع يعني في سنة او في اتنين لا ليه شغل على الارض وبظروف معينة بيخش في حواري بيخش في المناطي ده ينفع المناطي ده ما ينفعش ده عاوز وقت ياريت كانت المشكلة مالية ياريت كانت المشكلة مالية ليه؟ لانه انا لو انا اقدر ادخل الغاز الطبيعي لكل مكان في مصر مش هستورد غاز بتجاز وغاز بتجاز لما استورده بيكلفني بكام لما الغاز الطبيعي النهاردة العنبوبة استرادها يقرب من مئتين جنيه مع اسعار البترول اللي عدت تلاتة وسبعين دولار للبرمية واخباها تا طب انا النهاردة لو وصلت لك الغاز الطبيعي وفاتورتك ستين جنيه ولا سبعين جنيه ولا ثمانين جنيه بالنسبة لك اوفر بالنسبة لك افضل بالنسبة لك راحت باله يعني عملية امبوبة فضيت والحات الامبوبة التالية وبالنسبة لنا افضل بدل ما انطلع عملة صعبة ان استورد يعني غاز بتجاز طب ما عندي غاز طبيعي بانتيكو في بلدي لكن هي القضية تاني هرجع للموازنة الموازنة دي يعني يعني معلش ما تتقريش لوحدها لازم تتقري على مدار عدة سنوات لما عملت الاصلاح الاقتصادي طبعا مريت بظروف صعبة بس ايه ما كانش يعني ظروف صعبة حين نكون صرحة مش سنة واحدة او شهور لا لا انت مريت بظروف صعبة سنتين او ثلاثة لغاية ما وقفت على رجليك بقى اقتصادك حصل في نوع من الاستقرار وبقت يعني اوضاعك المالية وكده وقللت عاجزك والكلام ده كله خاد معاك وقت ما دبتش تعمله بسنة واحدة لانه يعني هو صعب ومحتاج وقت وليه برضو يعني متطلباته في التطبيق على الارض ايه الفرق ما بين سيدة الوزير موازنة عشرين واحدة وعشرين واحدة وعشرين اتنين وعشرين هنا باتكلم على المواطن الان والمستقبل اولا موازنة واحدة وعشرين اتنين وعشرين وموازنة عشرين واحدة وعشرين لاتنين يعني موازنات يتم اعدادهم وتنفذهم فسط كورونا يعني عشر عشرين مشوفناش كورونا إلا في الثلاث أشهر الأخيرة إبريل ومايو ويونيو موازنة عشرين وواحد وعشرين كلها معاشية وشغالة في كورونا تأثيرها أنه فيه متطلبات الإنفاق فيه الخصوات في إيراد فيه حتى ناتج المحل الإجمالي اللي احنا كنا مخططين نبقى في 6% نظرة الظروف دي فطبعا تحدياتك أقوى بكتير جدا جدا من لو كنت انت ما عندكش كورونا وما عندكش الظروف العادية دي برضو هنرجع تاني لموازنة 21-22 ما زالت عملية عدم التيقن وما احناش عارفين العالم هيبقى رايح لتين والكورونا دي هتنتهي والعالم يفتح والاقتصاديات تفتح والسياحة ترجع والقطاعات اللي مش شغالة تشتغل والتصدير يرجع تاني والكلام ده كله ما انتاش عارف ولكن نرجع للمواطن المواطن في العام المالي اللي هو الحالي من 1-7 لتلاتين ستة 1-7 عشرين عشرين لتلاتين ستة واحد عشرين انا اعتقد انه كنا بدأنا عملية مثلا تحسين الاجور في العاملين في الدولة على سبيل المثال اللي عملنا السنة اللي فاتت انه مثلا تم ضخ المتوسط حاجة ما بين 300-400-500-600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية في قلين الناس كمان خفضنا سوري رفعنا حد الاعفاء الضريبي كمان كمية الاتمارات اللي تضخط علشان المشاريع اللي شغالة في كل مكان وخلقت فرص عمل يعني انت اتحركت برضو وما استسلمتش لكورونا برضو موزلة 21-22 بتتحرك ومش مستسلم لكورونا مستهدف انك انت تطلع بالنمو لخمسة ونص او خمسة واربعة من عشرة في المية ده معناه ايه؟ معناه ضخ استثمارات اكدر مشاريع اكدر كم؟ كم؟ كم هضخ كم؟ نعم؟ كم سيدتك هضخ كم؟ 385 مليار جنيه استثمارات في الموزنة لمشاريع احنا شايفينها على الارض في كل المجالات في كل المجالات انا كنت بقول النهاردة رقم ان احنا من سبع سنين كنا الاستثمارات بتاعتنا 68 مليار جنيه 68 مليار جنيه من سبع سنين 2014-2015 دي كانت الاستثمارات بتاعتنا النهاردة نتكلم على استثمارات 358 انا قاسم 61 ده في 2014-2015 والسنة دي بنتكلم على موزنة باستثمارات 358 مليار ست مرات ونص سبع سنين زيادة ست مرات ونص والقفاظات الجامدة تعملت امتى؟ زي ما انت حيتك قلت كده انت كنت في 2019-2020 حاطت 191 جيت في 2021 حاطيت 281 وجيت في 2021 حاطيت 358 يعني اللي ممكن يسأل هي الموازنة فين اقول له بص الأرقام دي طب شوف كده انت كنت بتستثمار في 2017-2018 كان استثمارات العام 109 مليار تخيل في 2017-2018 109 مليار طب انت النهاردة تشب الموازنة 358 مليار للاستثمارات فعاوز اقولك الاستثمارات دي يعني محاطة الصرف اللي الناس عاوزة الصرف بيكمل في قرى مصر الاستثمارات دي عبارة عن المياه الشرب الاستثمارات دي عبارة عن مدرسة وعبارة عن مستشفى وعبارة عن استفلات الطريق وكل ده استثمارات وخباها ده ده جانب بيعود على المواطن اللي احنا بقولوا عليه ان احنا بندود في البنية التحتية الاستثمار في البنية التحتية وبيخلى فرص عمل وبرضو ما هو انت وانت بتبني محتاج حديد ومحتاج أسمنت ومحتاج ده ومحتاج ده وده بيشغل مصانع اللي بتنتي الكلام ده فبتخلى عنها حد تانية فرص عمل فمرة تانية الامر بالنسبة للمواطن جزئين جزء مباشر يقول لك انا يخش جيبي كام جزء غير مباشر طب الخدمات ده اللي انت هتقدمهان ايه يعني انا مثلا بقول لي ان شاء الله بإذن الله من واحد تابعة التأمين الصحي الشامل في لقص طب ما هو المواطن اللي هو كان محتاج يدفع عشان يروح مستشفى او عشان يجيب فطور بتاع ده الرشدة بتاعت الدواء او كده لما ده حلوا التأمين الصحي الشامل وخبالك انا شلت عن جيبه عب ان هو كان يطلع عشان ياخد الخدمات الطبية او عشان يشتري دواء او كده والنظام بدأ يتحمل عنه الاعباء المالية المترتبة عن تحقق خطر المرض يبقى انا كده بطريقة غير مباشرة بقول له الفلوس اللي انت كنت اطلعها هو هيشيل عنك العابق ده يبقى انت بطريقة مباشرة زودت له مرتبه زودت له معاشه ده بطريقة مباشرة بطريقة غير مباشرة زودت الخدمات اللي هو كان بينفق عليها لا النظام هو بقى اللي ينفق عليه ده تحسين الاضافة لكده ايه انك انت بتحسن دوت حياة كالراجل عايش في وضع مثلا بيوت عشوائية او بتاع بنيت له سكن اجتماعي كان مثلا المياه الشرب فيها مشكلة صلحت المياه الشرب كان معندوش غاس طبيعي دخلت له غاس طبيعي يبقى هنا تحسين حياة الناس يعني ده النقاط طيب خلينا نتكلم على البرامج الحمال الاجتماعية في زيادة ولا زي ما هي السنة دي هالمزودين ما هو احنا عدتنا في زيادات في المعاشات اللي هي 13% وديت الوزارة التضامن والهاية القومية تمين معاشات تقريفتها حوالي 31 مليار احنا كخزانة عامة للدولة هنحول لسندوق التأمينات والمعاشات 180 مليار جنيه 180 مليار جنيه هنطلعهم من إيرادات الدولة نوديهم لسنة دي المعاشات عشان برضو الناس بتسأل هو الفلوس اللي انتو بتاخدوها بتودوها فين قد انا قلت رقمين اجمع حالي تكده عندنا استثمارات ب358 مليار جنيه عندنا هنودي للمعاشات 180 مليار جنيه عندنا في الباب الاول 361 مليار جنيه للمرتبات عندنا في الباب الثاني اللي هو التسيير دولاب العمل بتاع الدولة 102 مليار جنيه تقريبا عندنا الباب الثالث اللي هو خدمة الفوائد بتاعت الدول 579 مليار عندنا الدعم والملح والمزايا الاجتماعية بقى رجيك العيش وعندنا دعم السلعة التموينية كل اوجه الدعم موجود في الباب الرابع 321 مليار جنيه فانا بقول ارقام موجودة في الموازنة حالتك لما تقعد تجمع كده مع بعض ده هيدي لك اللي هو الرقم اللي احنا بنتكلم عليه اللي هو اجمالي المصروفات بتاعت الموازنة العامة للدولة اللي هي حوالي 1837 أو 377 من 10 تقريبا ده المصروفات بتاعت الدولة انا لا اعوز اقوله انه احنا كانت مصروفات الدولة المصرية في 2014-2015 من سبع سنين كانت 733 مليار 733 مليار هو ده كانت الموازنة كلها بتاعت الدولة النهاردة الموازنة بتاعت الدولة 1838 مليار 1838 مليار يعني ده اكتر من مرتين ونصف للمصروفات واغلب المصروفات وده برضو كان السادة اعضاء مجلس النواب الموقعين اشاروا الى انه طيب ما فيه حاجات دعم تشالت اتعود بي ازاي انا اقول حياتك بعض الامثلة لما انت كنت بتحط 61 مليار في الاستثمارات فكان ما اثر على الناس ايه غسط طبيعي ما دخلش كان ما اثر على الناس ايه فيه مشكلة ماء فيه مشكلة صرف كان ما اثر على الناس ايه انه ما كنتش بتدي دعم السلعة التنمونية بالوضع اللي انت بتدي دي الوقت كان ما اثر على الناس ايه انه هو عنده مشكلة انه فيه سكن عشوائي عايش فيه او سكن خطر عايش فيه النهاردة انت شلت الدعم بتاع المواد البترولية ووالدة حولت بها لا تخص بصمارات اكتر عشان تحل مشكلة العشوائيات وتعمل بحضات مية وبحضات صرف وتوصل الغاز وسفلة الطرق وعمل كباري وانفاء والكلام ده كله خلاص عملت ايه تاني عملت انك انت زودت اثناء فترة الصلح الاستصادي المبلغ الخمستاشر جنيه اللي كنت بتديه السلعة التامونية خلته خمسين جنيه مثلا فانت عدت التوجيه صح ما كنتش بتدي السندي المعاشات حاجة كنت اقصى حاجة تديه ايه عشرين مليار تلاتين مليار احنا السنة دي الدنيا هم مية وسبعين مليار والسنة اللي فاتت مية وستين ونص مليار والعام المال القادم مية وتمانين مليار لو ما عندكش كنت هترجع للوضع القديم اللي انت كنت عليه اللي هو ايه عشرين مليار اصلا ما عايش اصلا لكن بقى معاك لانك انت بايدا تتحط الفلوس ما كانها ايه الصح بدلا ما كنت تتحطها في تنكات البندين لا بتحطها دلوقتي في استثمارات بتحطها دلوقتي في اه مكان صح للدعم بتحطها في انك انت تتوسع بقى في التأمين الصح الشامل بتحطها بقى في انك انت اه تبدأ بنيت سكن اجتماعي وبتغير حياة الناس داخل في مشاريع ضخمة جدا للقرية المصرية وتطويرها وما الى ذلك بتحاول انك انت اه مشاريع ضخمة جدا لشبكات الطرق والكباري والانفاء كل ده بيحلع فرص عمل كل ده بيفتح بيوت ناس عشان كده لو حتى بصيت للارادات بتاعت الدولة احنا كنا في 2014 2015 عندنا ارادات الدولة كلها 465 مليار ارادات الدولة المصرية في سنة 2014 2015 الموازنة بتاعت الموازنة بتاعت 2014 2015 45 65 مليار انت النهاردة الموازنة اللي انت داخل بها 21 22 1365 مليار يعني اكتر من ثلاث اضعاف اكتر من ثلاث اضعاف اللي انت كنت عليه في سبع سنين العجز بتاعك قللته انت كان عندك عجز في سنة 2014 2015 279 مليار كان بيمثل 12.5% من ناتج المحلي يعني لما نقسم قيمة العجز على قيمة الانتاج بتاع الدولة المصرية الناتج المحلي الاجمالي كنت بتطلع العجز ده 12.5% انت داخل بموازنة العجز 475 بس يمثل ستة وسبعة من عشرة من الناتج المحلي وده المعيار السليم للقياس مش القيمة المطلقة هو العجز ده بالنسبة ليه انتاج الدولة يمثل قد ايه واخباتك ليه لانك انت دولة بتكبر عدد سكانك في 2014 2015 مش زي عدد سكانك دلوقتي عدد الشؤة وعدد المدن وعدد الشوارع وعدد كل ده زاد كل ده زاد وبالتالي انتاجك زاد ووازنتك زادت انت كنت عندك موازنة ايراداتها كلها على بعضها ربما 165 مليار انها تتكلم في موازنة ايراداتها 1365 مليار وبالتالي عشان تطلع عن النسبة المعوية وده للمكتب السليم بتقسم قيمة العجز بتاع الموازنة ده على الناتج المحلي الانتاج بتاع المجتمع كانت النسبة ده 12.5% وكانت نسبة عالية مؤسسات تصنيف استيادية للدولة وكانت للمؤسسات تمويل النهاردة بنتكلم على 6 و 7 انجاز كويس خفضناها الـ 50% تعريبا وكمان طموحين ان الفترة اللي جاية هنخفضك واحد يقول لك ايه طيب ده لها عجز مش عاوزين عجز اقول له اوكي بس خد لك لو انت مش عاوز عجز انت ايراداتك كان 1365 مليار لو عاوز العجز بأزيره ما تصرفش اللي 1365 مليار ما تصرفش اللي 1365 مليار بس انت عشان ما تصرفش اللي 1365 مليار قدام لازم تقول لي هتنقص ايه هتنقص في الاجور ولا هتنقص في المعاشات ولا هتنقص في الاستثمارات ولا هتنقص في الدعم ولا هتنقص في ما هو انت ما فيش باندي من دول هتقدر تقرب له بزعب مش كده ليه لانه كل باندي من دول بيحالك تقرار في مجال معاجز يعني كل التثمرات انت عاوز تحسن حياة الناس وعاوز تخلق فرص عمل يبقى لازم تدخي التثمرات المرتبات عاوز تحسن مرتبات الناس لأنك انت جيت في الوضع الاقتصادي او الاسلاح الاقتصادي الناس يعني تعبت معانا فيه فانت عاوز تتحسن فيه الوجوه المعاشات برضو انت عاوز تستمر فيه انك بتدي زيادات للمعاشات وتحسن المعاشات ممكن يقف قروض ولا صعب صعب بس انا عاوز اقول لك على حاجة انت في النهاية لو انت وافق وقلت لي خلاص انا موافق على ان الموافق عشان انحق كل الكلام ده خلاص يبقى فيها عجل لا يعني احنا بنقول لحد دلوقتي لو سيادة الوزير لحد دلوقتي ما انا هسيب حاجة تتكلم يعني خلاص يا جماعة واللي خدناه كده وهو على ادى انا هقول لك بس انا هقول لك انا هجاوب لك على سؤالك والله طب اتفضل انت بتقول ايه بلاش قروض انا خلاص انا موافق يبقى بلاش عجل يبقى بلاش عجل يعني ايه بلاش عجل يعني انت ارادك 1365 بليار تصرف 1365 بليار لكن لو قبلت انك انت تصرف اكتر عشان عاوز تزود المرتبات وعاوز انك انت تزود المعاشات وعاوز انك انت تستمر محافظ على حاجات اساسية زي معدلات نمو عالية وعاوز تعمل مشارية وعاوز تماول المشارية فانت قبلت ان الموازنة دي يبقى مصرفاتها 1838 مليار وصد اراد هو اللي هيجي او يعني اللي انت حط له انه هيجي ان شاء الله 1865 الفرق ده تجيبه منين قدامك بدي ليه تقول لي لا انا مش خلاص اقل الاستثمارات وقل المرتبات مفيش بدائل اخرى يعني مفيش طرق اخرى مفيش اجرات كل حاجة لها بدائل كل حاجة لها بدائل انت عليك التزامات لازم تتوى فيها وعليك مرتبات لازم تدفعها وعليك تسيير دولاب العمل للدولة المصرية حضرت له 100 مليار اللي هو الباب التاني وعليك الامن القومي في الباب الخامس وعليك الاستثمارات اللي احنا قلنا اتكلمنا عليها وعليك الدعم اللي موجود في الباب الرابع قل لي عاوز تنزلتين بس خد بالك لازم تطلع وتقول للناس انا نزلت دا وعشان كده خفضتلكم المزايا انا خفضت الاستثمارات ليه انا ده مثلا مع عضاء مجلس النواب الموقف هم جايين من دوائرهم دوائرهم فيها مشاكل طبع فيه طريق عاوز استفلت صح محتاج يبني مستشفى محتاج انه فيه مشكلة مية حل الترع والمصائب بتاعت الترع ووضعها هو بيطالبك تدخل استثمارات صح فهو بيطالبك بيقولك تدخل دعالة حلل المشكلة دي ودخل استثمارات نعم طب اعمل ايه اقول له لا افتحنا قررنا ان احنا مش هنصرف الالف وثمانمية اه تمانية وتلاتين وهنصرف بس الالف وثمانمية خمسة وستين هقول له لا يعني لو احنا ما كناش اتحركنا وعملنا الكهرباء كان حد هيرحمك محدش هيرحمك لا طبعا لكن لو انت لما انت بقى حلت مشكلة الكهرباء صح وجدت تمويل عشان تحل مشكلة الكهرباء خلاص انا حلت مشكلة الكهرباء واخبار حدك اه اه بابدأ بقى اقول ايه طب الله يا جماعة جدتوا التمويل ده ليه يا فاندي ما كان فيه مشكلة الكهرباء كان بطيقة ع 12 ساعة في اليوم وكان حد هييجي يعمل لك مشروع في بلد الكهرباء بطيقة ع 12 ساعة ولا كهرباء ولا طرق ولا الكلام ده لو ما عندكش ده ما حدش هيجي لك طيب انت بتطلبني بتقول لي صرع تعال حل المشكلة دي خش دامد معايا انا عاوز هنا مسترسة وعاوز هنا مستشفى وتفلت للطريق ده وتعال وصل لي غاز وتعال شوف لي المشكلة المية دي والمحاطة المية وتعال شوف لي المشكلة في الصرف ده ايه وتعال اعمل هنا هل فيه ساتة الوزير اي قرض بجيبه عشان قد مرتبات ولا بصرفها على مشروعات لا بطلنا الكلام ده بالعكس بقى انت في سنة 2014-2015 كان عندك حاجة اسمها العجز الاولي يعني ايه العجز الاولي؟ والله اراداتنا اصد مصرفاتنا بدون خدمة الدين يعني اركل خدمة الدين على جنب فيا ترى هل اراداتنا بتغطي كل مصرفنا من غير خدمة الدين؟ لو بيحتل الكلام ده نقول والله ما عندناش عجز اولي لكن لو كانت اراداتنا مش بترفية مصرفنا بدون خدمة الدين يبقى عندنا ما يستمى بعجزة اول لكن لو كانت اراداتنا اكتر من مصرفنا بدون خدمة الدين يبقى عندنا فائد اول في سنة 2014-2015 كان عندنا عجز اولي 86.4 مليار اللي هو تقريبا 4.6 مليار في ناتج المحل طب والموازنة اللي احنا داخلين بيها الموازنة اللي داخلين بيها بتقول فيها فائد اولي 104 مليار يعني ايه يعني انت متوقع ان شاء الله السنة الجاية اراداتك هتغطي مصاريفك كلها بدون خدمة الدين ويبقى عندك 104 مليار خدهم ثدت فيهم قصة من خدمة الدين خلاص ادي الفرق فانت ما عندش بتستلف اه كنت بتستليلي اللي قبل كده بتستلف عشان تكمل المرتبات وبتستلف عشان تكمل تسيير دولاب العمل لحد امتى كنا بنعمل ده لحد امتى اخر مرة عملنا فيها عجزة اولي كانت في العام المالي 16-17 وكان العجز الاولي 63 مليار وهو كان نسبة 2.3% من ناتج المحل في العام المالي 17-18 قلبنا العجز الاولي ده الى فائد اولي 5 مليار جنيه بنسبة 1 من 10% في العام المالي 18-19 عملنا فائد اولي 103 مليار بنسبة 2% من ناتج المحلي الاجمالي 18-19 كنا متوقع ان احنا هنعمل تقريبا حوالي 115-120 مليار فائد اولي كان تقريبا هيبقى 2% من ناتج المحلي جات كورونا عملت الوضع اللي حصل بس برضو عملنا 106 مليار فائد اولي 1.7% من ناتج المحلي العام المالي الحالي اللي هو 2020-2021 متوقع ان احنا نعمل حوالي مثلا 70 مليار وده ان شاء الله بإذن الله هيبقى 1-1 من 10 1-100 من 10 من ناتج المحلي انا عاوز اقول لحضرتك صندوق النقد الدولي كان متوقع ان احنا نعمل فقط 0.5% فائد اولي ويمكن الموازنة طلعة مكتوب فيها 0.5% فائد اولي احنا عاملين افضل الحمد لله رب العالمين من التوقعات حتى بتاع صندوق النقد الدولي بالنسبة للفائد الاولي وصل عامل مالي اللي هيبدأ ان شاء الله الشهر الجاي متوقعين الدعم 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 ما بين 2021-21-22 الفرق بينهم ايه الدعم الدعم بص احنا بنعمل داخل الباب بتاع الدعم دي عادي تهيكلة يعني ايه عادي تهيكلة يعني مثلا مثلا انا بدعم ايه بدعم رغيف العش بدعم اللي هو السلعة التامنية بدعم سندية المعاشات بدعم التأميل الصحي فاوقف دعم مختلفة داخل الباب اللي نسميه الباب الرابع الدعم والمنح والمزايا الابتماعية القيمة نفسها تقريبا ازياد حاجة بسيطة ولكن التوزيع داخلها يعني فيها تغيير كبير جدا يعني هقول حياتك على سبيل المساء انت انت كنت السنة اللي فاتت اللي هي هتنتيه في 36 ده انت حاطت اللي سندية المعاشات كان حاطت لهم 170 مليار السنة المالية الجديدة حاطت لهم كام 180 مليار فلو بقارن الارقام ببعضها اقول لحضرتك العام المالي الماضي كنا حاطين تقريبا 326 مليار في العام المالي اللي هو انت في 36 العام المالي الجديد حوالي 321 مليار على الرغم من ان احنا مزودين الدعم للسلعة التموينية ورغيس العيش يعني تقريبا طلعين من هقول لحياتك برضو الارقام طلعين من حوالي 88 دعم المواد السلعة التموينية كنا 84 طلعين ل87 مزودين تقريبا 3 مليار لكن هتلاقي بقى دعم المواد البترولي كانت السنة المالية الحالية التي تنتهي 36 28 مليار حاطين احنا 18 مليار في العام المالي الجديد لكن لو مثلا بصيت للأدوية دعم الأدوية وقلباني أطفال كنا حاطين مليار 750 العام المالي اللي هو المنقضي ده حاطين في العام المالي الجديد 2.5 مليار ازيل لو حياتك مثلا شفت على سبيل المثال المساهمات الالجا نفط الدولة الالجا نفط الدولة السنة المالية اللي هي هتنتهي دي كنا حاطين 5.7 مليار السنة المالية الجديدة حاطين 7.8 مليار هذا الـ 5.7 مليار فيه عادة توزيع داخل الموازنة نتيجة انك انت الدعم بتاع المواد البترولية ودعم القهربة هتزودوا المواد البترولية تاني ده معناه كده ده مش قراري ما هو حاجة بتكلمنا على 10 مليار وبالتالي هتزيد لا 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 العشر مليار دول من 28 إلى 18 دول ايه ده هما كانوا 28 وهيبوا 18 كانوا 28 وهيبوا 18 و4 من 10 ده نتيجة ده نتيجة انه في علاقات وتسويات ما بيننا وما بين المواد بتاع ده بطارة البترول في هذا المجال بنوع مع بعض طب التأدير ايه طب ايه اللي حاجات اللي هي فيها المقادير الدعم وهي بقالها عدة سنوات تنازل يعني في الاخر يبقى مقدار الدعم على فكرة وانت بتطبق ممكن على اخر السنة يبقى الرقم ده اعلى سنة اقل سنة لكن يبقى داخل الباب اللي هو قلنا عليه 3001 طيب الكهرباء فيه حاجة في الكهرباء هنشيل كله ولا لسه مستمرين دعم انا انا ما بتدخلش بتسعيل الكهرباء ده شغل وزارة الكهرباء نعم طيب هل سيد الوزير بالنسبة لي الصحة انا اديته اديه السنة دي اللي جاية احنا بنتكلم دلوقتي على الصحة وعلينا بتكلمنا على التأمين الصحي هبدأ واحد يوليو في الأقصر وعايز اقول لحضرتك في بورسعيد بصراحة الناس بتشيد بالتجربة اللي بدأت في بورسعيد كمستشفيات وكخدمة كمان يعني انا هقول لحضرتك انه لو بصينا على الانفاق على الصحة وانا هجبها لك حاضر لحظة واحدة يعني الاجماليات بتاعتها احنا مثلا على سبيل المثال كان عندنا الصحة في العام المالي اللي هو عشرين واحد وعشرين كان الاجمالي بتاعها اه اه ماتين اه تمانية وخمسين مليار اه الاجمالي بتاعها اه اه وفقا لاستخراج الدستوري طبعا متين اه ستة وسبعين مليار ففي زيادات موجودة عندنا طبعا الزيادات دي بتبقى متأسمة بحسب حاجات وعناصر جديدة فيها طبعا الاجور فيها الاستثمارات فيها اه المواد الاستلعية والخدمية المستلزمات الطبية والادوية وما الى ذلك ده الارقام بتاعت الصحة بالصراحة وحاجة داخل داخلين بهذه الموازنة المجلس النواب هل كنت متوقعين في خلال يومين تخلص ويعني يعني لدرجة النهاردة فيه احد انتساد النواب اشاد بحضرتك وقال يعني ابيات شعر وحاجات جميلة جدا هل كنتوا بنسقين مع المجلس ولا احنا داخلين عامنين موازنة شايفينها انها موازنة محترمة بنقنع بيها نواب الشعب وبالتالي حظ يتعلى هذه الموافقة الموازنة المعادي الدستوري وحد تلاتين مارس من يوم واحد اربعة المجلس يبدأ اشتغل في الموازنة وبيعمل كمية جلسات لجنة الخطة والموازنة بالاشتراك مع كافة اللجان المعنية في المجلس ويتم الحديث مع كل الوزراء بيجيو يحضروا معاك وبيبقى عمل مبني جدا لجنة الخطة والموازنة بتشتغل فيه جهد رهيب جدا ولجنة سيادة الوكيل اللجنة استاذ مصطفى سالم ومع الوكيل مهامة السياسة العمر مع كل الزملاء بيجيو مجود ضخم جدا عشان يقدر وبييجي تعديلات يعني هم بيبقى ليهم طلبات وهم السنة دي طلبوا اجراء تعديلات يعني اعتقد انها في حديد ستة مليار اضافوا حاجات في بعض العناصر واحنا استجابنا بهم قعدوا معنا وقالوا اختراحات اللجنة بعد المناقشات الى ذلك يعني مثلا في المستشفىات الجامعية طلبوا تعديل بالنسبة الاساس بالجامعة في تعديل طلبوا بالنسبة للمتدستين في المراحل من سنة اولى لسنة اولى فلوس زيادة مرتبات مكافئات اه يعني بيتكلم على امور هو شايفها مهمة للقطاعات دي واتنقشنا فيها واستجابنا طبعا للطلبات لانه وفتا للدستور بيحصل منقشة ما بين المجلس وما بين الحكومة عشان لو في اي يعني مطلبات مالية اخرى فلا طبعا في منقشات وفي حوارات وفي اجتماعات وفي وزراء حضر ومنقشات ضخمة جدا يعني معظم اللجان ومعظم الوزراء طبعا لا في شغل من واحد ابريل حتى اليوم اربعتاشر ستة تكلم حاجتك في شهرين ونص لجنة خطة والموزنة وكافة لجان المجلس شغالة يعني اقدر اقول لك ليه النهار لغاية ما خلصوا وعملوا التقرير وقعدوا معانا وعملوا التوصيات وكده اما بالنسبة لي اليومين هي فعلا عادة المناقشات بتاخد يومين يعني انا من خبرتي خلال الفترة الماضية في المتوسطية يومين للجلسات العامة للجلسات العامة ويمكن يعني سادة رئيس نجلس بنغواب المصرشان الجليل حانا في تبالي بيبدأ 11 ثانية ويعني بيفضل شغال ويعني عدد كبير جدا 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 الفرصة ان هم يعني يعبر عن رأيهم وملاحظاتهم واقترحاتهم في الموازنة وكان معايا معايا وزير التخطيط دكتور إلا السعيد واحنا يعني اجابنا على العديد ووعدنا بان احنا يعني في بعض الحاجات نتعامل معاها ونجد لها حلول ان شاء الله بإذن الله هل في بالنسبة النقل الى العاصمة الإدارية جزء من الموازنة او فيه تغير في هذا الامر ما بعد النقل فيه حافز محفوظ في الباب الاول حوالي اثنين ونص مليار جنيه حافز بالعملين اللي هم هينتقلوا للعاصمة الإدارية ايضا فيه بعض المصروفات الاخرى المرتبطة بالانتقال للعاصمة الإدارية موجودة في الموازنة الجديدة لان احنا عارفين ان شاء الله بإذن الله الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة هيكون في خلال السنة المالية 21 دكتور محمد معيط وزير المالية بشكرك شكرا جزيلا دكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة اول مساء الخير على حضرتك مساء النور يا فندم استاذ احمد الانبيك اسباب ان احنا وافقنا على هذه الموازنة ليه احنا في لجنة الخطة والموازنة يعني حقيقة استمرين لمدة شهرين ونص يعني متابعة ودراسة ومناقشات داخل لجنة الخطة والموازنة اه ده عشان نتأكد من انه الموازنة اه فيها او تحقق لشعب مصر ان يبقى فيه نمو وهذا النمو يبقى حقيقي اه ان هو هيكون في حدود خمسة واربعة من عشرة في المية اه صعوبا من اه السنة الحالية اللي تنتهي كانان كان يوم مه معدل نمو واثنين وثمانية من عشرة طبعا احنا احنا قدين بعين لا تبار انت باعي حد فيروس كورونا لذلك الموازنة طموحة للغاية والافتراضات اللي على اساسها في ربط تمت سياغة الموازنة افتراضات يعني واقعية اه الافتراضات فيما يتعلق بسعر الصرف فيما يتعلق بسعر الفايدة خلال السنة القادمة سواء سعر الامح لان احنا من اكبر دولة مستوردة للامح سعر درميل البترول عالميا بتحط له فرضية معينة كل هذه الفروض بالاضافة الى طبعا نمو التجارة الدولية كل دي افتراضات تم تأكدنا ان هي بالفعل تحقق معدل نمو مجزي اللي هو يبقى خمسة واربعة من عشرة في المية دي حاجة طبعا معدل نمو ده عاوز اتأكد طبعا احنا كالنواب لمثل الشعب في هذه الحالة هل الاستثمارات اللي تضخل شرعي الاقتصاد تحقق الخمسة واربعة من عشرة في المية نمو حقيقي مستبعدين من طغيرات الاسعار طبعا في الحالة دي طبعا تأكدنا انه في استثمارات اجمالية سنة القادمة ان شاء الله تريليون وربع يعني الف وماتين وخمسين مليار جنيه مصري اتأكدنا انه جايين عاوزين نتأكد انه ما جايين منين عندي الموازنة منين جاي منين دكتور فاخن جاي منين ربعهم جاي من القطاع الخاص ده شأن القطاع الخاص التلاتة اربع جايين من الحكومة انا عاوز اشوف الحكومة هجيب التلاتة اربع منين تريليون وربع هجيبهم منين طبعا ببص في الموازنة الباب السادس عندي مختص دي اللي في اصمارات العامة للحكومة الحكومة هتضخ هتضخ تلتمية و اه تمانية وخمسين مليار تلتمية وخمسين مليار طبعا احنا الحكومة بتقول هنت تتسمر تسعمية وخمستاشر مليار طب منهم تلتمية جايين في الموازنة تلتمية تمانية وخمسين يعني تقريبا تلتمية وستين طب الباقي جاي منين حكومة هتجيبهم منين عندنا خمسة وخمسين هي اقصادية مملوكة للدولة هي كمان عندها استثمرات ذاتية بتقوم بيها بمتين وسبعين مليار جنيه عندنا خمسة وخمسين هاي منها هيت قناة السويس والهيئة العامة للبترول هيئات كتيرة جدا خمسة وخمسين هاي هتضخ ميتين وسبعين مليار جنيه بصينا في الموازنات موازنات موازنات مين يا فن موازنات الهيئات خمسة وخمسين هاي يا فن ها لازم نغص فيها ها وبعدين بيجي لنا رؤساء الهيئات نناقشهم ها مش أنا الواحد اللي جنع دكتور فخري بعض الموازنات في البعض يعني مش بالكل انه ممكن يعني حضرتك عارب بيت تعمل حاجاته وتعمل أرقام ولكن على الأرض ممكن مفيش حاجة بتحصل إزا يتأكد الخمسة وخمسين كلها اللي قدمت ليكو مزبوطة يا فن احنا عند سنة السنة اللي فاتت والنواب اللي هاوما بيروح الدوائر بتاعتهم يقولهم محصل ومحصل فيه وهو هلأكيرهم نعم بيرجع النواب في اللجنة لجنة الخطة والموازنة بيبقى عارف الزبط الدائرة بتاعته فيها وإيه اللي تنفذ وإيه الكبر اللي تنفذ وإيه محطة الميا اللي تنفذت أو ما تنفذت فيه متابعة أول بأول منه وبشتعب ولذلك النهاردة رئيس الحياة ما يقدرش يقول حاجة مش موجود على الأرض الواقع نعم فاحنا على طول أول بول بأنه هو النائب الموجود في لجنة الخطة والموازنة متصل بالدائرة بتاعته وفيه الناس بتطلب احنا داخلين على حياة كريمة صرف حوالي 700 ما يقرب من 700 مليار جنيه مصري على الثلاثين اللي جاي وقد يصل إلى تريليون فيه منهم أديه في الموازنة احنا أنا أقول لك أنه أنا دواتي فيه عندي تسعمية وخمستاشر مليار ده اسمارات حكومية في الموازنة 358 طب الهايات الاقتصابية ما تقولش الموازنة يعني علاقتها بالموازنة بتصب الفائد بتاحها في قلب الموازنة نعم فهي بتشتغل باستثماراتها منفردة يبقى 270 نضيفه مع 358 يبقى كده فيه كمان قطاع الأعمال العام الشركات العامة تستثمر من مواردها عندها مواردها الزاتية 80 مليار فلما بنجمع ده كله مع بعضه ونشوف الموازنات والناقش السادة المسؤولين وبيحضر معانا في اللي هي الجلسات ده اللي هي اللي جان اه في اللي جان معاني وزير المالية ومعاني وزير التخطيط علشان لو فيه حاجة ما تجاوبش عليها هم الأكبر ان هم يجاوبوا عليها لان الوزير برضو بيبقى عنده دراية اكثر وبالتالي استغلنا من أول أبريل اللي فات لحد النهاردة حد النهاردة خلصنا الساعة اربعة مبارح الجلسة اللي أول هي يوم الحال مبارح 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 وانتعارف اللي هو يعني فيه اندباط في الجلسات معالي المستشار الجليل حنفي جبالي الساعة احداشة بالضبط بدي او الثاني يكون موجود فاحنا تعودنا على ان احنا لازم يكون موجودين في المعاد مضبوط نعم وبدأنا الساعة 11 انتهينا مبارح لحد الساعة ستة ونص نساء احنا العرف جرى انه اللجنة في الايام العادية بس ساعة ثلاثة اربعة وبعد كده عندنا جلسات ده جوه اللي جان بيطلع فوق عشان نكمل بقيت اليوم نعم من الساعة اربعة لحد الساعة سبعة وتمانية ده اللي هو الجدوى الاعمالي بس صبح في جلسة عامة تحت الاب بتاعة البرلمان نعم وبعد كده نخلص ثلاثة اربعة نطلع على اللي جان نكمل مناقشات دكتور دكتور فقري برميل بترول اللي في الموازنة الجداب كام ستاشر سري بالنسبة لبرميل البترول اه احنا قلنا بالنسبة لبرميل البترول سبعين تلاتة وسبعين دولار ولا اكتر ولا اه لا ستين ستين دولار ستين دولار ستين دولار وده يعني وقعي هو تأثيره بيبقى على الجانبين في الموازنة لان احنا في جانب الارادات بنستفيد لما سعر البرميل بيزيد لكن في الانفاق او بعض الموازلي بيبقى الانفاق بيزيد نعم وبالتالي هو تأثير سعر برميل البترول يعني ممكن يأثر تأثير قليل جدا على عجز الموازنة لكن اللي يهمني مثلا في سعر الصرف برضه له تأثير اه ويعني اللي هو الفردية اللي وضعتها وزارة المالية انه سعر الصرف التاعي اللي هو مع بداية طبعا في اطار بياخد متوسط قبل السنة المالية ما تبدأ هو وضع الموازنة اللي هو خمستاشر جنيه وسبعين قرش بيقول انه كل ما يزيد سعر الدولار ب جنيه مثلا خلال الاثناشر الشهر اللي جايين في السنة المالية اللي جاية لو سعر الدولار زاد بجنيه يزود يقلل اللي هو الفائد الاولي في الموازنة من قدار كان اربعة مليار جنيه مصري جنيه اذا كل حاجة محسوبة يعني عندي سعر الفايدة سعر الفائده ده فرضية ثالثة فسعر الفائده على ازونات الخزانة طبعا سعر الفائده كل ما يزيد لما الحكومة بتقترد ضمان سندات ازون خزانة من الداخل فانا سعر الفائده يزيد عليها فبالحكومة الدين هيزيد ولما تنخفض سعر الفائده لما الحكومة تستلل بسعر فايدة قليل يقوم يقلل العجز في الموزنة فاحنا فيه اتجاه نزول لسعر الفائدة الفردية اللي حطتها او حطاها الموزنة انه هو 13 حاليا 13 و2 من 10 في المية ده سعر الفائدة على ازونات الخزانة وسنوات الخزانة 13 وربع مثلا خلال السنة اللي جاية هو بيقول كل ما ينخفض سعر الفائدة ب1 في المية يقال العجز في الموزنة بمقدار 10 مليار الى 12 مليار اذا من مصلحة مزارة المالية او الفردية اللي حطاها دي اعتقد ان هي وقعية كل ما ينخفض سعر الفائدة وده مهمة البنك المركزي يبعا فكل البنك المركزي كل 6 اسابيع او كل شهر ونص يعني تنعقد لجنة الياسات النقدية وتقرر يعني ما تراه فيه ما يتعلق بسعر الفائدة ده قرار البنك المركزي مستقل عن الحكومة عند مؤشراته الاقليمية والدولية والمحلية وبالتالي بياخد القرار المناسب بالتنفيق مع الحقوق مع الوزارة المالية لانه فيه يبقى المفروض بفيه تناغم بين السياسة المالية للسياسة الوزارة المالية والسياسة النقدية للبنك المركزي ففيه تناغم موجود دكتور فخري هايل سعر البرميل في الموازنة اللي هتنتهي يوم 30 ستة كان بكام ايضا عشان نعمل مقارنة العام القادم لا في السنة الحالية اللي هتخلص كمان كان يوم كان 165 دولار للبرميل كم؟ 100؟ انا سوريا انا اسف 65 دولار لا عليس ان احنا في زحمة الارقام 65 دولار ده السنة الحالية طب ليه يعني احنا عندنا انخفاض 5 دولار في الموازنة الجاية ان شاء الله سعر البرميل طب ليه حصل تخفيض 10 مليار من 28 مليار دعم المواد بترولية هيبقى 18 سألته الحكاية ايه واللي ممكن يتعمل ما بالفعل يعني قلنا هذا التقدير يعني هيكون يعني دقيق عشان احنا بنحط الايرادات في ناحية والنفاقات في ناحية فالمهم كانت الاجابة كالقاتي التأثير سعر ارتفاع وانفاقات سعر برميل البترول بيؤثر بشكل موازي في الايرادات لو بيرتفع سعر برميل البترول ايراداتي انا بالزيد لان اصبر غاز وفي بعض ايه يعني البترول الخام بصدر البترول الخام باستورد في نفس الوقت برضو منتجات بترولية ادي ايه نستورد بادي ايه البند بتاع الاستيراد ده ادي ايه الاستيراد يعني بالنسبة الاستيراد المواد البترولية حاليا انت يعني اه اه بتستورد منتجات اه فالبنزين انت لما بشغل في تحويل العربيات من استيلاك من البنزين الى الغاز فوصلت الى مرحلة تقريبا اه يعني انت مش هتحتاج استيراد بنزين في السنة المالية اللي جاية السنة المالية الجاية السنة المالية اللي هي واحد و اشيرين اتنى قائل هم كلم عالموزن اللي جاية الي جاية فال atmosphere لكن انت ما زلت بتستورد بعض المنزجات الاخرى آه اللي هي زي مثلا البتجاز آه المزوت آه لكن انت حاليا مكتفي من او يعني السنة اللي جاية ان شاء الله من البنزين والصولار آه وبعد المنتجات الاخرى آه وبالتالي انت استيرادك يعني تقريبا بقل وعشان كده بنقول انه تأثير ارتفاع سار البرميل او انخفاضه بيبقى متوازن سواء في الاراض بيطلع مطالعة البنزين في الاراض والانفاق ايضا بيزيد لكن تأثيره في الانفاق بيبقى اعلى بشكل طفيف عن تأثيره عن الاراضات فبيؤثر تأثير طفيف على يعني العجزة في الوزنة العامة طيب معلش دكتور فاخر وانتو كمجلس ورئيس لجند خط الموازنة والموازنة عندكو من شهر ابريل الماضي ايه اللي هتأثر بالمواطن الاول سلبا ثم اجابا خلينا في المواطن بصراحة اجابا طبعا انه هو عنده زيادة اللي بيشتغل في الحكومة ودول عددهم خمسة وثلاثة من عشرة مليون مواطن بمن يعولوهم لو درب ما في خمسة او خمسة بحاجة يطلع تلاتين مليون مواطن عندي كمان اللي بيشتغلوا في الحقيقات الاقتصادية وقطاع الاعمال العام في حوالي مليون اه مواطن بمن يعلم نقول خمسة مليون على التلاتين يبقى خمسة وثلاثين مليون مواطن خمسة وثلاثين بيشتغلوا في الحكومة بمن يعولوهم طبعا وعشرة مليون صاحب معاشات لو هضرب في ثلاثة هو وزوجته ولسه عنده يعني اه يعني شخص معاه في البيت يبقى ثلاثة في اه عشرة مليون يبقى ثلاثين مليون مواطن ثلاثين مليون مواطن افندن بمن يعولوهم حاب المعاشات وخمسة وثلاثين مليون بيشتغلوا في الحكومة او الحياة الاقتصادية وقطاع العمال العام بمن يعولوهم يبقى دخلنا في خمسة وستين من التحسين المرتبات هيبقى في حدود اه يعني تلاتاشر في المية اللي هو الغير مخاطب بقانون الخدمة المدنية والمخاطب بياخد برضو ما يعادل تلاتاشر في المية وفي حافظ اضافي كمان غير الالاوة الدورية اللي بنقول تلاتاشر في المية الالاوة الدورية زائد حافظ اضافي عشان يقرب المسافات ما بين الفئات الدنيا والفئات العليا في هذه الحالة اصحاب المعاشات هم كمان هيخدوا تلاتاشر في المية ده فيما يتعلق اه حد الادنى للاجور حد الادنى للاجور بدل مكان السنة فاتت كان الف ومتين جنيه السنة اللي احنا فيها دي اللي هتبته كمان كم يوم اه هيبقى الفين اللي هو الفين جنيه السنة اللي جاي هيبقى الفين وربعمائة جنيه هم لبدا الحد الادنى الاجور مش هيقل طب عندي مشكلة في الناس اللي بتشتغل اه تبع السناديق الخاصة يعني فيه ناس بتشتغل في جهات بس مش مدرجين في الموازنة هم بياخدوا مرتباتهم او اجورهم من السنديق والحسابات الخاصة فدول السنديق ازا ما احنا كلنا عارفين يعني مواردها ضعيفة بياخدوا مرتبات ضعيفة تصل احيانا في بعض الاحيان ل700 جنيه طبعا اقل من الحد الادنى اللي هو في الموازنة الجديدة مفروض بياخد 2400 جنيه ايه العمل مع دول هيتعمل ايه يعني كل هذه القضايا اثيرت وكلمنا مع يعني وزير المالية مع المعاونين والنواب وزير المالية وبالتالي لازم يدبر فهو حتى النهاردة سؤل انبارح والنهاردة سؤل هو بيحضر معنا باستمرار حقيقة الدكتور محمد محمد حقيقة يعني دايما يستمع فبيقول والله احنا هنننظر في هذا الامر على اعتبار برضو يعني دي مسألة فيها نوع من العدالة انه المفروض انه سواسية اه طبعا فبيقول لي يعني قالنا في البرلماء النهاردة في الجلسة منبارح لانه كتير من الناس سألت في هذا الموضوع لانه فيه كتير من الناس بيستغل بستغل مرتباتها من السنديق والحسابات الخاصة فهينظر في هذا بحيث انه هو بيتم تعليد مرتبات هؤلاء الناس حتى تقترب من الحد الادنى في الاجور وعلى الرغم من هذا برضو طب الناس بيستغل في القطاع الخاص اه ما هو برضو دي مسألة تانية صحيح طب دول يعني بياخدوا كام او القطاع الخاص برضو ما واش حكومة اه ففيه المجلس القومي للاجور اه يعني طبعا يدرس هذه المسائل بحيث ان الحكومة تلتزم اه لا اكتبوا القطاع الخاص اه فهنا بيبقى فيه يعني نوع من التلصيات والمناشدة للقطاع الخاص واشنا عارفين ان فيه قطاع خاص كتير مرتباته طبعا اعلى بكتير من الحكومة وعندهم الحد الاعلى لكن فيه بعض القطاع الخاص اللي هو الصغير والمتعصد بتلاقيه برضو يعني برضو مشاكله كتير فبالتالي لا يلتزم ازاي تلزمه ان هو فيه يكون هو كمان يلتزم بالحد الادنى للدخول او الاجور اللي هما الالفين وربعمية اللي هتطبق السنة اللي جاي هنا بقى بنجد انه يعني فيه ترتبات يعني يمكن وضع ترتبات بحيث انه فيه علشان اذا كانت يعني يستطيع بحيث انه هو يستطيع انه هو يعالج هذه الاجور طبعا ما ننساش بيتم مراعاة هل هو قدراته لو صغير او متناف استغر بيبقى فيها نعمل يعني المجلس القومي للاجور دايما بيضغط على انه لكن مع مراعاة طبعا ظروف الفيروس كورونا او دائحة الفيروس كورونا لكن فيه ضغوط من قبل الدولة من خلال المجلس القومي للاجور لكن الحكومة زي ما قلت لسيادتك فيه عندي خمسة وستين مليون بواطن من الميت مليون بواطن بياخده يعني بيحصل على دخله ومورد يعني رزقه من الحكومة اللي بتعلي يمكن للمرة الرابعة المرزينات الاربعة سابقة كل سنة بتزود العلوات للعاملين في الدولة وصحاب المعاشات باستمرار مع نجاح برنامج الاصلاح القطاع الخطاع الخاص يحتاج الى مزيد من الرعاية ولذلك انا اشرت يعني في جلسة الامس بانه الحكومة اللي هي بيسموها بره البيج براثر او الاخ الكبير نعم فهو طبعا بره ما يسموهش الاب صادر لكن بيسموه ليه بيسموه الاخ الكبير عشان يرعى يعني ويساند اخواته الصغيرين اللي هو القطاع الخاص وانا هنا ما بتكلمش عن القطاع الخاص اللي هم الاسامي المعروفة الشركات الضخمة اللي هي بتسا يعني بتدعم الاختباط المصري وشو يعني الناس شرفاء فعلا وبي على طول يعني دكتور فخري ليه بقى لها ثلاث سنين او أربع سنين عشان المشروعات الصغيرة تبقى التمويل بتاعها يبقى موجود التسويق منتجاتها يبقى لازم الحكومة تساعده في مشاركته في المعارض السنوية دكتور فخري دكتور فخري بصراحة المواطن النهاردة عقل الفقراء في مصر انا ازاي اقدر اعمل او البرامج اللي احنا بنعملها النهاردة الموازنة اللي جاية او اللي بعدها نحنا نقلل اعداد الفقراء في مصر نص يا فندم يعني اولا طالما ان هناك معدلات نمو مستدامة وتبقى يعني اضافة معدلات نمو السكان على الاقل يعني البعض يرى انها تكون ثلاث اضعاف ده كلام ده اقل ما يكون معدل نمو السكان زي برا مثلا في حدود الناس بزيد بنص في المية واحد في المية احنا عندنا معدل نمو السكان بيزيد سنويا باثنين ونص في المية لانا لما اقول تلات اضعاف يبقى لازم الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بعد استبعاد الطائرات في الاسعار يبقى يبقى سبعة ونص في المية اتنين ونص بتلاتة يبقى تلات طبعا ده يحتاج الاستثمارات ضخمة جدا وانا عشان اقول الاستثمارات الضخمة لازم تكون مدخراتي جوه مصر للدخار المحلي ما يقلش عن خمسة وعشرين في المية كمدخرات محلية انا مدخراتي المحلية حتى يعني استنى المالية الحالية اللي هتخلص كمان كم يوم يعني لو بلغ خمسة عشر في المية يبقى ممتاز جدا انا بستثمر استثماراتي عشان يعني لو اردت ان انا اعتمد على مدخرات ضعيفة واستثمر على قد مدخراتي وما استلفش يبقى معنى كده المعدل النمو مش هيزيد عن اتنين ونصف في المية على قد السكان بزيادة الزيادة السكانية بمفيش تحصل في دخل الفرد لكن النهاردة انا بقول على الاقل ان معدل النمو الحقيقي في الناتج الفنتيجو في السنة يبقى خمسة في المية احنا عملي يعني الموازنة بتقول خمسة واربعة من يعني يعني يزيد قليلا عن داخل معدل النمو السكان يبقى انا اقدر في هذه السكان تلتهم او الزيادة السكانية تضيب اتنين ونصف تلتهم تاخد اتنين ونصف في المية من الكعكة يتبقى بقية الكعكة اللي هي اتنين وتسعة من عشر في المية اقدر احسن بها اعمل بقى حياة كريمة يعني عندي تمانية وخمسين مليون مواطن عايشين في القرى والنجو عندي أربعة وخمسمية خمسة وتمانين قرية وعندي ما يزيد عن تلاتين آآ الف ناجر وكف يعني دول عايشين هناك مش في حتى مش في مدن والمراكز لا يا فند قاعدين في القرى والنجوة الناس دي كانت محرومة ولذلك النهاردة المبادرة الرئاسية حياة كريمة لفخامة الرئيس عفتاح السيسي انه الناس دي تمانية وخمسين مليون النهاردة بيحتاج ايه محتاج حاجات كتيرة جدا هتصرف على هذه المبادرة عشان يترفع مستوى حياة المواطن وجودة حياته آآ يبقى هتصرف عليها ما بين ستمية الى سبعمية آآ مليار جنيه مصري على مدار الثلاثين اللي جاية وممكن كمان الاحتياجات تزيد عن كده بس دي هتتترجم في الموازنات اللي بعد كده عشان كده بنقول انه الناس دي يبقى عنده طرف صحي عنده اولا آآ يعني الطرق وعنده مدارس وعنده مستشفيات وعنده المستشفيات وعنده المدرسة عنده كل احتياجاته علشان في هذه الحالة يقدر ان هو يستمر ويستمتع بحياته خلال الفترة وفياتك يعني كنا متوقعين هتكون مثلا خمس سنين قد تصل الى اكتر من كده لا وكان ممكن تاخد لها عشر سنين يا فاندم تزيد عن كده لانه الناس دول يعني سواء كان قرى بحري ولا قرى السعيد قرى السعيد تحتاج الى الكثير والكثير حتى ان انت هو بالطريقة دي تخفض معدلات الفقر نعم وعند معدلات الفقر انخفضت من اثنين وتلاتين ونصف في المية من شعب مصر كان يعيش دون خط الفقر نزل الى تسعة وعشرين وسبعة من عشر في المية السنة المالية الحالية دكتورة هالة السعيد لما اتكلمت عن معدلات الفقر وتسألت في المجلس النهاردة انه مؤدلات الفقر انخفضت الى تمانية وعشرين ونصف وبالتالي مع حياة كريمة اعتقد ان ساهم وساهمة جبيرة جدا ان الناس دي كانت منسية في العقود اللي فاتت صح صح ولذلك النهاردة لما يتصرف على مدار ثلاث سنين حاجة فالتزيد الى توصل للتريليون على كل احتياجات المواطن اللي عاش في دول مش عايشين في المدن ولا المدن قرأ انا من قرية حاجة تتكلم على انا من قرية فعارف الناس عايشة ازاي يعني قرية ونجر نعم فدي له كل حاجته اللي هو يبع عنده الايادة او المستوصف يبع عنده او مستشفى في المركز اللي عنده يلاقي له يلاقي مية يلاقي الكهرباء بتاعته يلاقي الانترنت يلاقي الغاز بتاعه صح يلاقي البيئة اللي هو عايش فيها الاترعة بتاعته كل حاجة انضف صحيح افضل نعم فبالتالي دي هتنقل نقلة نوعية فيه حتى مش مجرد ان احنا بنقيس للفقر بمتاصل دخل الفرد ان هو يعني يتقاضى بالمفهوم الدولي واحد وتسعة من عشرة دولار في اليوم يعني اتنين دولار في اليوم يعني تلاتين جنيه مصري في اليوم يعني في الشهر يبقى تسعمية جنيه ده الحد اللي يسميه الفقر المتقع فاحنا لا عاوزينه يخرج من هذا دول نسبته ما ديه في مصر التسعمية جنيه علي يا فدن التسعمية جنيه دول نسبته ما ديه في مصر احنا قلنا اللي هو نسبة من يعيشونا دون خط الفقر نزلت من اتنين وثلاثين ثمانية وعشرين في المية الى تمانية عشرين تمانية وعشرين ونصف في المية مع تنفيذ هذا البرنامج الطموح خلال السنوات القادمة وهي الباندر هم بدأوا بدأوا من حوالي من السنة المالية اللي احنا فيها من يونيو اللي فات عشرين وعشرين اطعوا مشوار قبل المبادرة الرئاسية اللي هي تبقى مبادرة ضخمة جدا تشمل الاربع تلاف خمسمية خمسة وتمانين قرية بالتوابع والنجوة في هذه الحالة بيها تخفض وبالفعل تخفض وتحسن جودة حياة المال وبرنامج طموح انا كنا بنتكلم في اللجان وحتى في المجلس في المبارح والنهاردة ايه الضمانة انه يبقى المشروع يعني مستثمرات دي تتم وفقا لما هو مخطط لها ما تنساش انه فيه رقابة شديدة الناس نفسي هتبقى هي اللي بتراقب نواب الشعب اول باول انا لو تشوف حضرتك في قلب اللجنة طبعا واللجان النواية احنا بناه برضو زي ما هم بيحضروا معنا اللجانة النواية الاخرى احنا عندنا خمسة وعشرين لجنة نوعية اه بيجانب الخطة بالموازن فلما مثلا الشؤون الاقتصادية لجنة الشؤون الاقتصادية بيبقى عندها موضوع هيبقى كله بيتابع كله بيراب نعم اه في ناس عايشت لا الناس دلوقتي بتسكتش يعني الناس هتلاقي الناس بتصوروا بيقولك عمل ولا ما عملوه يعني الناس نفسها بتبقى متابعة لهذا الان لا يعني في نواب بيسافروا كل يوم من الدوار بتاعتهم نعم عشان يتابع نعم بشكرك دكتور فاخري يا الفقي بشكرك شكرا جزيلا كل التحية لحضراتك هنطلع فاصل سمعود لحضراتكو بعد الفاصل عندنا قضية مهمة جدا ايه هي بعد الفاصل برجع مع حضراتكو مرة تانية كل الناس كانت منتظرة النهاردة محكمة النقد ليه منتظرين محكمة النقد فاكرين في الاعتصام ربع الارهابي من واحد وعشرين او اتنين وعشرين ستة الفين و تلاتاشر حتى اربعتاشر تمانية الفين و تلاتاشر احتلوا ميدان الشهيدة شامبركات حاليا اللي هو ميدان ربع العدوية سابقا بالتنظيم الارهابي المسلح عصابة محمد مرسى عيسى العياط ععدوا في هذا المكان حوالي اتنين واربعين يوم تقريبا يخطفوا ناس يقتلوا ناس يعزبوا ناس كل اللي حضراتكو عارفينوا على مدى السنوات الماضية اعتصام تسليح هائل يعني مش زي ما الاخوان كذبوا على العالم لا ده سلاح الاخوان اللي في ربعة دول الارهابين بتوع الاخوان اللي كانوا في ربعة بيضربوا الشرطة وبيضربوا المواطنين وده يوم الفض بالسلاح الآلي والكلاشنكوف وغيره اللي مواجهة قوات الشرطة دول عصابة محمد مرسى عيسى العياط المسلحين الاخوان الارهابيين هذا طبعا شهداء عندنا اول شهداء سقطوا كانوا من رجال وزارة الداخلية اللي راحين يفضوا هذا الاعتصام واللي نبهوا عليهم واللي خدوا معاهم منظمات مجتمع مدني وعشان الناس تتابع والميكروفونات الفض يا جماعة ممرات امينة كل ده تعمل وكل ده تعمل يعني كل كتاب بيقولوا في عمليات فض بالمناسبة احنا فضينا اللي ما حصل في دول دخلوا موتوا ناس زي مش عايز اقول لكم ولا قالوا له دخلوا كده برا مصر هنا نبهت على الناس نبهت وحذرت اخرج لو سمحت المكان الامن يلا كذا اهد سلاح الاخوان الخوانة في ميدان ربع العدوية في يوم الفضة ربعتاشر تمانية الفين وتلاتاشر شهداء من الشرطة بدل الواحد اثنين تلاتة عشر شهداء من الشرطة اكيد اكيد بالرصاص جماعة الاخوان مسلحين الاخوان الارهابيين اللي قرروا انهم يواجهوا الدولة المصرية وقال لك احنا ناخد الحتة دي ونقعد في المكان ده وبعد كده الدولة اللي ممكن هتفضنا هنعمل حتة دي ودول كانت تبقى موجودة معاهم ويلا عملوا اسسوا احنا هنعترف بيكم واقتطعوا جزء من البلد لمدة 42 يوم بالسلاح اللي قدامكم ده حد شي قدر يدخل المكان ده الا المفاتشوه انت عندك شائيتك في ربعة داخل بيتك بيفاتشوك بنتك بيفاتشوها احتلوا بيوت الناس خربوا كسروا سرقوا نهبوا حرقوا عملوا كل حاجة كل مبقات وكل الإجرام عملوا في هذا اليوم وقبل هذا اليوم على مدار ال 42 يوم والناء الدولة تقعد معاهم وقياداتهم فضوا يا جماعة امشوا يا جماعة مرسي مش راجع مش راجع لا احنا عادين ومرسي لازم يرجع مرسي مش راجع الشعب نزل انتهى الموضوع خلاص الشعب قال كلمته لا لازم يرجع مرسي طيب مرسي مش راجع هتعمله ايه الاخر وقت شيوخ رايحين وشيوخ سلفيين ومع قيادات وقياداتهم يعودوا مع قياداتهم مسؤولين يا جماعة الناس بدأت يعني خلاص احنا تحت ضغط الشعب رائب كان لازم هذا قرار يتاخد قال لك لا مرسي يرجع يرجع يعمله مرسي خلاص من الماضي من التاريخ انه يكتب في التاريخ اسوأ سنة في تاريخ مصر اللي حكم فيها جاسوس اسم محمد مرسي عيسى العياد جاسوس تم انتخابه جاسوس عملوا اللي قدامكو ده وارتكبوا عمليات ارهابية رهيبة تم القبض قضية فيها 739 ارهابي واحدة من اكبر قضايا في تاريخ مصر يعني دي تاني قضية خليوا بالكم اكبر قضية كانت في التسعينات تلاتة وتسعين اسمها طلاع الفتح كان فيها الف ارهابي الف دي اكبر قضية الف واحدة دي تاني اكبر قضية في تاريخ مصر 739 بس دول اتحكم مرة واحدة طلاع الفتح كانت تلات اجزاء انما دول مرة واحدة 739 ارهابي طبعا عدد كبير منهم اكتر من رمعية واحد او تقريبا رمعية هربانين ولكن كان فيه حضوري كتير اكتر من حوالي 300 او 370 او 470 تقريبا كان حضوري او اكتر يمكن من رقم ده وبالتالي صدرت احكام على جماعات عصابة محمد مرسي عيسى العياط عملت جلسات محاكمات وعارفين في الوقت ده كان بيطلع خوانة البلتاجي صفة حجازي والسامي ياسين عبد الرحمن البر عبد الرحمن البر ده مفتي التنظيم الارهابي ده اللي ادهم فتوى انهم يواجهوا الشرطة المصرية وانهم يواجهوا الدولة المصرية ده الارهابي طبعا اللي قدامكم محمد البلتاجي اللي وقتها هيقول للناس عدوا عدوا ووقت الفضل ساب الميدان وهرب راح في الجيزة هنا عنده واحد كان اخوان اسمه جمال مش عارف في عشر ولا ايه تقريبا تقريبا اسمه جمال عشر هرب عنده في بيت في الجيزة ناحية المنيب في الزرعة وصفة حجازي صفة بش صفة صفة حجازي قدامك بص صفة حجازي بطاقته كده والله مش اسمه صفة البطاقة اسمه صفة حجازي والصفة حجازي اللي قال لك انا عمل سبع رجالة في ربعة وبعدين وقت مانا بقول لك وقت الفضل هم ايه سابوا الناس ومشيوا سيبوا وجري بديع نفسه خرج دخل بالنقاب وخرج بالنقاب في عربية السعاف نفسه محمد بديع المنتقب محمد بديع فما فيش حد من القيادة دي فضل وقت الفضل جابوا الناس وسبوا الناس ودوا الناس فلوسوا وفي الاخر هم جريوا صفة حجازي ده كان هيهرب على ليبيا وتجاب من مطروح ومحمد بديع نفسه صفة ده رايح ليبيا وبعدين رضال على تركيا واتمسك ولما تقبض عليه قال لك انا مش اخوان مين اللي قال ان انا اخوان فاكرين بتاع العصير اللي كان بتحطوا قدامهم وبيشرب اهو في المحكمة وجايبين له حاجات ساعة وعمال يعني المعاملة الانسانية اصني انت هنا موضوع تاني انت هنا خلاص ارهابي ده عبر احمد البر ده المفت بتاعهم الارهابي الضلالي ده ضلالي من اكبر ضلالية عبر احمد البر ده الارهابي اسامي ياسين اللي عنده الفرقة 95 فاكرنا قال لك الفرقة 95 لما طلب مع احمد منصور وكنا بنعمل وميدان التحرير وكذا ده احمد اللي كان متحدث احمد عارف ده احمد عارف متحدث باسم عصابة محمد مرسعيس العياب دول كانوا قاعدين تحريط 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 طول الوقت ودول اللي هم يلا السلاح ويلا التمويل والفلوس واقتل في البلد واقتل في الناس واقتل في شعب اطلعوا مجموعات ارهابية تروح على الحرس الجمهوري عشان تقتحموا مجموعات ارهابية تروح تشتبك مع الشرطة ناحية كبرو اكتوبر وعند المنصة ويقتلوا كده مجموعات ارهابية تتحرق تتحرش بالمواطنين في الشوارع مجموعات ارهابية تروح تخطف ناس في الشارع على انه انه ده العميل ومش عارف ايه وياخدوه عزبوه وقتلوا ناس تحت بتاعة المنصة بتاعتهم دي وكنا بنقول ده في وقتها ادي تسليح اللي موجود في ربعة اشتغلوا على ده محكمة معقدت صوت وصورة ما كل حاجة كان متصورة قدامك هو يعني كل شيء كان متصور الحمد لله يعني الدولة اه الاعتصام موجود بس احنا في دولة كل شيء كان داخل هذا الاعتصام كان متشاف كان متشاف زي ما قدامك هو مين اللي يصور ده يعني الدولة كان لا هو طلع السلاح اصوره ويبقى موجود لما كان نطلع نقول في سلاح عارفين في سلاح محدش كان ينكر الا الاخوان اللي فقط ينكر هم الاخوان فقط لا غير طلع الوقت الارهابي احمد المغير ده فضحهم وكتب وقالك لا كان في سلاح وكان سلاح يواجه جيش كمان مش واجه الشرط يواجه الجيش واجه الشرطة كمان قالك احمد مغير كتب تويت كده وقال قالوا وحنا كانوا في قالك المجموعة الارهابية اللي كانت في طيبة مول ناحية طيبة مول في بيت هناك عمارة اللي عند طيبة مول قالك واجهنا وعملنا واجهنا ازاي واجهنا ازاي وكده وفي العمارة اللي كانت في وش قدام رابع على طول العمارة اللي كان فيها ميليشيات وقعد يشتبك معاهم قوات الامن المركزي والعمالات الخاصة لحد العصر يعني عصام خلص واشتباك قاعد مع العمارة دي والمسلحين دول بس في الاخر صفه كله انت في الاخر هتواجه بلد يعني تواجه دولة تنظيم يواجه دولة ازاي تنظيم عايز يفرض سطوته على البلد بالسلاح بقوة السلاح تقتل الناس عشان انت عندك سلاح وانت مدرب على السلاح وبعدين تعمل فتعمل ايه في الحكاية دي تم الأبض على كل الخوانة دول أبض على طبعا فيهم اللي هربوا وراح هنا وراح هنا وراحوا الدول وانتشروا قدام المحكمة مشار حسن فريد دائرة دائرة جنات تنظر هذه القضية قضية يعني زي ما قدام حضراتكم كده تنظر هذه القضية جلسات جلسات شهور وشهور وشهور أوراق آلاف الصفحات بكلمك على 739 إرهابي انت بتخيل اعترفاتهم ان يبعد تحقق يعني أكتر من سنة تقريبا سنة ونصف تحقيقات تقريبا تحقيقات وجمع وأدلة وغيره بص ملف القضية قديه من الأرض لحد في اين ده ملف القضية عشرات الألاف من الأوراق ودول إرهابيين بتوع تنظيم الإخوان الإرهابي أثناء المحاكمة وصدرت الأحكام من هذه الدائرة على كام على ادت أحكام بالإعدام على 44 تقريبا أو 43 44 منهم كان عصام العريان وعصام العريان توفية فأصبح العدد عندنا كام 43 ودول تاني بقول انت بتدي أحكام بما فيهم حتى اللي هربانين محكمة الجناية بتدي حتى الهارب ولكن لما تيجي قدام النقض هناك كلام آخر هقول لكم بعد شوية فالمحكمة قدت أحكام إعدام 44 من قيادات جماعة الإخوان محكمة لقدام حضراتكم شار حسن فريد يبقى كامل إعدام 44 إعدام مع أحكام أخرى المؤبد و15 سنة و10 سنوات وحاجات كده و5 سنوات على أعداد كتير فوق 300 وشوية تم الطعن على طالما فيه إعدام حتى لو المتهمين محكمة عليهم بالإعدام ما طعنوش النيابة لازم تطعن على أحكام الإعدام تم الطعن من جانب المتهمين على أحكام الإعدام راحت قدام محكمة النقط برئاسة المسشار إيهاب عبد المطالب نائب رئيس محكمة النقط ومعاه سيادة كل من مستشارين أحمد زلمة حازم بدوي وليد حمزة وقل شوقي لا الترأس الجلسة سيادة مستشار إيهاب عبد المطالب نائب رئيس محكمة النقط اللي قدام حضرتك كان رئيس الجلسة اللي حكمت كان شهر مارس واجلت بعد كده لظروف كورونا وإجراء حاجات إدارية لي النطق بالحكم النهاردة في هذه الجلسة اللي حدد لها اليوم لقى سيد مستشار الجليل إيهاب عبد المطالب نائب رئيس محكمة النقط سادة الأجلاء نواب رئيس محكمة النقط مستشار أحمد زلمة مستشار حازم بادة ومستشار وليد حمزة ومستشار واقل شوقي دول أصدروا حكم النهاردة الحكم في النقط يا جماعة لازم يكون حاضر لازم يكون يا حضرتك حاضر بيبقاش هربان اللي هربان المحكمة النقط لا تنظر في أمره تنظر في أمر الحضوري فقط لدرجة في ناس يبقى هربان هربان ولما محكمة النقط تنظر جلسته يجري على الحكم يوم الحكم يروح لمحكمة النقط يسلم نفسه لمحكمة النقط وفيه أضاية شفناها قبل كده ناس يوم راحوا لحقوا نفسهم لازم يقول لحضراتكم محكمة النقط تنظر فقط في مين في المتهم اللي محكم عليه اللي موجود مش الهربان يعني إرهاب عصم عبد ماجد لا تنظر محكمة النقط لأنه هو هربان الارهاب يطرق الزمر هربان ولكن لما يتقبض عليه إن شاء الله أو يتسلم بإذن الله وأي حاجة أخرى تتم إن شاء الله يعاد محاكمته مرة أخرى تعاد المحاكمة مرة أخرى فالنهاردة محكمة النقط أيدت الأحكام على إيه حضراتكم قبل ما أيدت على الاثناشر إعدام من الاربع واربعين واحد وثلاثين واحد المحكمة عدلت أحكامهم من إعدام إلى مؤبت ده قضاء مصر العادة يعني قبل التأييد خليني في الرقم الكبير الرقم الكبير واحد وثلاثين واحد كان محكوم عليهم بالإعدام محكمة النقط النهاردة قضاءة الأجلاء عدلوا الأحكام إلى المؤبت من إعدام للمؤبت لكام واحد واحد وثلاثين يعني كان ممكن هو ده القضاء المصري هو ده القضاء المصري قضاء المصري تاني قولا واحدا القضاء العادل النازي الشريف اللي ملوش علاقة إنه دول إخوان يعني محكمة النقد وغيرها من المحاكم والمشار حسن فريد والمشار شيرين فاهمي ولا كل السادة قضاء المحترمي ما بينظرش إنه ده إخوان ملوش علاقة أبدا والمشار شعبان الشامي ولا أي حد ينظر إنه ده كذا ويا كذا والمشار معتزي خفاجي ولا أي قاضي عشان ممكن أتكلم على كل القضاء بالأسماء ما عنديش مشاكل ولكن بقول لحضراتكم ما نهوش علاقة بانتباعه السياسي القضاء لا يصنف متهم لما يقف المتهم هو متهم قدامه سين زي صاد ما يعرفش إنه ده كان رئيس أو إنه ده كان وزير أو إنه ده كان كذا ما يعرفش ده هو يعرف قدامه المتهم محمد دديع المتهم محمد مرسي ايسا الهياط المتهم محمد البلتاجي ما يعرفش إنه هو إخواني هو ما لكن ده قاضي قاضي قدام وراء الوراء بتاعه يقول ياخد أعدام هيخد أعدام ياخد مؤبد يخد مؤبد ياخد براء ياخد براء ده قضاء مصر قضاء غير مسيس قضاء لا يعمل بالسياسة قضاء شغلته فقط الحكم الحكم لأنه في الآخر القاضي من اللي هيحسبه من هيبقى معاه يوم الحساب عشان كده بيعمل لهذا اليوم لهذا اليوم محدش هيساعده فالقاضي هيتحاسب على أحكامه وبالتالي أحكامه ما يراه حق في هذه الأوراق بيحكم به كان ممكن الناس النهاردة يقول لك يعني هو ما لنهوش علاقة للورق يستحق تأييد الإعدام ولا يستحق مؤبد اللي يستحق إعدام إعدام المؤبد مؤبد العشر سنة وعشر سنوات السبعة سبعة الخمسة خمسة الخمسة 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 قضاء الكلمته النهاردة وأصبح هذا الحكم واجب النفاذ فعلا طب نشوف حكم أول درجة المسشار حسن فريد حكم على الاربع واربعين ولكن أسمى حضراتكو أسماء الاثناشر اللي لمحكمة النقض النهاردة أيدت هذه الأحكام على الاثناشر من ضمن قائمة الاربع واربعين منهم واحد مش موجود طبعا مات عصام العريان وبالتالي مش موجود من الاربع واربعين أصبح عندنا تلاتة واربعين في واحد وثلاتين من اعدام محكمة النقض خلاص فيش طعون تانية محكمة النقض قالت كده من اعدام إلى مؤبد مش على خمسة واحد وثلاتين واحد نزل بيهم العدالة المصرية من اعدام لمؤبد ده قضاء مصر وبالمناسبة لو أيد ما حدش يقدر يقول له أيدت ليه ولا نزلت بالأحكام دي ولا حد يسأل قضاء قضاء وشأنية حسيات يمكن نشوف يعني أو الحاجات بتكون بعد كم يوم ولكن بقول له حضرتك بس بعارف لأنه طبعا الإخوان عاملين مناحة وهيعملوا مناحة حتى لو واحد يعملوا مناحة بس بالنسبة لنا احنا في قصاص جاي وهتكلم عليه بعد شوية هسمعكو بس دول اتناشر بس في واحد تلاتين تاني واحد وثلاتين كانوا واخدين اعدام زي اللي هتسمعون دول بس بقواهي النهاردة مؤبد يعني كان لابسين بيدا الحمراء النهاردة يلبسوا بيدا الزرقاء عشان النقد النقد قال الكلمة انتهى بحكم بات واجب النفاذ خلص خلصنا يعني اللي نزل اللي كان يعني بديع كان مؤبد تأيد مؤبد اسمه ايه ابن محمد مرسي اسامة محمد مرسي عشر سنوات عشر سنوات مش عارف بس معهودة مؤبد مثلا حاجات كتير كده تعالوا نشوف حكم اول درجة نشار حسن فريد وبجمع اعراء اعبائها وبعد اخذ رأي بطيلة المفتي المفتي كورية بمعقبة كل منه عبد الرحمن عبد الحميد احمد البر محمد محمد ابراهيم البنتاج صفوة حمود احجازي اسامة ياسين عبد الوهاب ايهاب ودي محمد احمد محمد عام محمد عبد الحي حسين الفرماو مصطفى عبد الحي حسين الفرماو احمد فاروق دامي محمد هيسم سيد العرب محمد محمد عبد العظيم ابراهيم بالاعدام شقا عما ازنت اليه دون الاثناشر واحد طبعا الحكم كان للأربعة واربعين ولكن خدنا الاثناشر اللي هي محكمة النقض اليوم ايدت هذا الحكم يعني الاسماء اللي حالكم سمعتوها دون تم تأيد الحكم عليهم بالاعدام اللي هما مين محمد ملتاج الارهابي صفوة حجازي او صفوة حجازي الارهابي اسامة ياسين الارهابي احمد عارف الارهابي عبر احمن البر الارهابي محمد ومصفة عبد الحال فرماوي وابوهم ده انا كتبت عليه سنة كام 2006 يمكن 2007 عبد الحال فرماوي كتبت عنه صفحة صفحة ابو ابو الولدين الارهابين دول اللي النهاردة محكمة النقض تؤيد اعدامه 2006 2007 والله كتب عنه ابوهم ده ابوهم عبد الحال فرماوي كتب عنه قصة كبيرة جدا اتنين ولاده النهاردة محكمة النقض تؤيد اعدامهم ابوهم ارهابي وهم ارهابيين انا كتب انا كام محمد ومصطفى انا كتب عنه ابوهم ده بقول لحضراتكم 2006 2007 مش النهاردة في 21 كتب عنه صفحة كبيرة ادي كده في الارهاب ولاده الاتنين النهاردة بيتم تأييد اعدامهم ادي البلتاجي و ادي صفحة حجازي و عبر رحمن و مش عارف اسامي ياسين انتو عارفين حجازي طبعا لما الود البلتاجي ده المجرم ده لما طلعه و قالك يتوقف مش عارف اللي ما يحدث سيسي نائزة مش عارف ايه و مرسي يرجع و حاجات كده انه مش هتوقف اي شيء يعني ده انتهينا بتتكلم اهو يعني ارهابي اللي انت بيتعمل انت اللي عاملينه صفحة حجازي لما طلعه و قالك خلي راجل يدخل الميدان خلي حد مش عارف ايه و مع الناس والسلاح و كل و عد مكالمة شهيرة مع حزم و بسمعيل لما زعناها لحضراتكم من فترة بيقول له قال له كل سلاح قال لا ما تقلقش احنا عاملين حسابنا اخوة كلهم مسلحين فبقول لحضراتكم يعني صفحة حجازي لما طلع مكالمة مصربة مع الارهابي حازم صلاح ابو اسمعيل و قال له ما بيجيش لها حازم و الناس بتسأل عليك و قال له اصلا انا قال له اخبار الناس قال له لا ما تخافش عنا عندنا السلاح كتير مال الميدان ورجالة معهم السلاح ده الارهابي اسامي ياسين و الارهابي احمد عارف للنهاردة تم تأييد احكام عليهم بالاعدام شنقن ينتظر هذا الحكم حاجة واحدة بس ايه هي ايه هي خلاص ده حكم بات نهائي خلاص واجب النفاذ خلاص انتهى قضية الامر حق شهداء مصر حق شهداء مصر حق رجالنا و شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة حق لأسرة كل شهيد و امه كل شهيد و ابه كل شهيد و اخه و اخته و زوجه و اولاد كل شهيد يأتي القصاص لشهداء مصر اللي قدام حضراتكم يأتي القصاص لكل شهداء مصر القصاص حق و واجب لابد من تنفيذ القصاص ينتظر القصاص والشعب ينتظر القصاص القضاء المصري العادل الشريف قال كلمته كل التحية العدلة المصرية و لقضاة مصر الاجلاء ناشر ارهابي ننتظر يوم القصاص يوم التنفيذ الجميع النهاردة كله يطالب بالتنفيذ و عرض صورهم للناس ننتظر لحظة اللي كنا منتظرنا في الارهابي شام عشماوي ننتظر لحظة الارهابي محمد البلتاجي نجد البلتاجي زي عشماوي كده بالضبط كل الشعب المصري ينتظر اللقطة دي البلتاجي زي شام عشماوي ده شام عشماوي المجرم ننتظر المجرم البلتاجي والمجرم صفة حجازي والمجرم عبر أحمن البر والمجرم أسامي أسين والمجرم أحمد عارف والمجرم محمد الفرماوي و مجرم مصطفة عبد الحالي الفرماوي كل الإرهابيين اللي محكوم عليهم النهاردة هي الخطوة التالية ننتظر لقطة زي دي لحظة زي اللي قدام حضراتكم الإرهابي هشام عشماوي البلتاجي الناس كلها منتظرة البلتاجي يبقى فيه فيديو زي وكده أو صورة لحظة القصاص البلتاجي كان وراء عمليات الإرهابية اللي حصلت في مصر عمد السلوات الماضية هو والخونا التانيين الباقيين عايزين لحظة إعدام البلتاجي زي لحظة إعدام هشام عشماوي كل منتظر اليوم ده ينتظر ويتبقى تصديق السيد رئيس الجمهورية على هذه الأحكام وبالتالي يحدد موعد للتنفيذ أرجو وأتمنى والناس وأسر الشهداء النهاردة الناس العملة تبعت لنا وتكلمنا إمتى ما خلاص النقد قالت الكالبة وقضاة مصر النهاردة رجاء أعضاء محكمة النقد النهاردة قالوا كلمتهم خلاص حكم ده فيش حاجة تغير خلاص حكم واجب النفاذ ده يؤكد العدالة في مصر كل منتظر اللحظة وهذه اللحظة حق القصاص له شهداء مصر منتظر كل الاثناشر دول يبقوا كده لحظة اعدامهم زي هشام عشماوي ولا حد هيقدر يمنع تنفيذ أحكام اعدام إن شاء الله هشام عشماوي وهو واد الارهابيين اللي في القفص ننتظر النهاردة لحظة اعدامهم زي اعدام هشام عشماوي وزي اعدام أي مجرم أي خاين خان مصر وحرط وقتل واغتال شهداءنا لابد لقصاص منت مش ممكن ترتكب جريمة وتهرب بجريمتك مش ممكن تحرض على قتل ويتم القتل والاغتيالات وتهرب بجريمتك ويطلع الناس يقولوا ما عملوش ما عملوش ده كان على الهوى ده البلتاجي كان وقهو على الهوى أحمد عارف كان بيتكلم على الهوى وصفو أحجازي بيتكلم على الهوى كلهم كانوا وعبر أحمن البر بيدي فتوى على الهوى روحوا وعملوا وقتلوا على الهوى كانوا بيديوا الفتوى على الهوى حان وقت القصاص كما جرى ما قلنا اللي بيخون مصر مصيره هييجي اللي بيخون مصر واللي قتل ولادنا القصاص جاي جاي تأخر شوية بس جاي تأخر كام سنة بس جاي دم ولاد مصر بيروحش هادر أبدا أبدا هييجي هييجي هتشوفوا لحظة البلتاج زي لحظة عشماو بالظبط جاي جاي ان شاء الله وبعون الله صفوح جازي جاي جاي ان شاء الله وبعون الله عشان يعرف كل واحد خان بلده يتعمل في ايه تعالوا نشوف النهاردة كمان حلف الشمال الأطلسي نيتو النهاردة كان عندهم اجتماع في بروكسل بمشاركة الرئيس الأمريكي جو بايدن لأول مرة أول اجتماع يحضروا وطبعا زي ما بيقول كده كل دول اعضاء في حلف الشمال الأطلسي رئاسة المتحدة امريكية مع فرنسا مع المانيا مع كافة دول كانت حضرة النهاردة هذا الاجتماع المهم اللي كان ربما جزء كبير منه يتعلق بالصين موجة الصين وروسيا وجزء طبعا اجتماعات المهمة مع بريطانيا مع ملجيكا الدول كلها كانت مشاركة في هذا الاجتماع حلف الشمال الأطلسي النهاردة والاجراءات الامنية من كم يوم مجد يوسف كان معنا يوم السبت قالك من دلوقتي عاملين اجراءات مفيش حد يعني اجراءات امنية رهيبة في بروكسل قادة دول حلف الشمال الأطلسي والتحاد هذه الرئيس ماكرون وعمل اجتماع مع اردوغان النهاردة وقال انه اردوغان وعده ده الرئيس ماكرون قال كده في اجتماع مطول مع اردوغان انه اردوغان وعده انه المرتزق اللي موجودين في ليبيا هيخرجوا قريبا كما ذكر الرئيس الفرنسي النهاردة عقب اجتماعه مع اردوغان قالوا انهم بيحاولوا يعني الفجوة اللي كانت بين بعض الدول والمشاكل انه الخلافية هذه القمة وقمة الاتحاد قمة الناتو النهاردة انهم يقللوا كمان المشاكل اللي كانت موجودة بينهم جونسون والرئيس الوزراء البريطاني قال ان احنا مش عايزين حروب اخرى ولا حرب بردة جديدة مع الصين وقال ان احنا يعني هناك تحديات كثيرة بتواجه الحلف وبتواجهنا وتواجه الجميع وقال انه طبعا الامر يعني في تدعيات كثيرة وانه لابد من دعم مصار الحلف وانه يكون الامر كمان واضح بين الدول الدول العضاء في حلف شمال الاطلسي فعلوا هناك تقرير ايضا نشوفه مع الزميل مجدي يوسف ارجع مع حضراتكو مرة تانية بص على اشقانة في لبنان تزعل وضع سياسي صعب اقتصادي اصعب وضع يعني لبنان بنزين بنزين اش موجود لبن اطفال مشاكل عيش طوابير كل حاجة بقى الطوابير ناس مخنوقة في لبنان محطات بالطوابير والكهربا بتقطع وفي لبنان الكهربا قطع وبتقطع الكهربا عندهم مشاكل كتير شايف طوابير العربيات بص طوابير العربيات في لبنان المشهد وضع تاني فزين بقول لحضراتكو وضع صعب لانه سياسيا في مشاكل حكومة مش عارفين يشكلوها دعم كبير جدا طبعا امر فيه الدولار بقى قد ايه طبعا كل ده قد ان المواطن اللبناني بيعاني ادوية فيها مشاكل حاجات كتيرة هيكون معنا كمان مشار علامي لرئيس الجمهورية اللبنانية طبعا السيد رفيق شلالة حالا عشان نقدر كمان نعرف ما لازي يجري في لبنان الى اين تذهب وتسير لبنان حكومة فين دولة فين الشعب النهاردة وضع صعب السيد رفيق اولا مسائل خير فاندر مساء النور نريد ان نطمئن على الوضع الاقتصادي الان وضع السياسي الان حكومة هتشكل ولا لا ايه الوضع ونجد هذه الطابرة على كل حاجة في لبنان ما الذي يجري لا شك انه الوضع حاليا في لبنان وضع مؤلم ويعني لا يحفظ عليه لا الشعب اللبناني ولا حتى كل من هو مقيم في لبنان الازم الاقتصادية تركت بصمات صعبة جدا الوضع المالي كذلك الامر يتراجع وكما اشرت في المقدمة حضرتك حتى الوضع السياسي ايضا يمر في ازمة غير مسبوقة لكن اللي بحب اقوله بهالاطار انه ما يجري حاليا ليس وليد الساعة انه نتيجة التراكمات سنوات طويلة منذ التسينيات اعتمدت حكومات المتعاقلة في لبنان نظاما اقتصاديا ريعيا لم تعطي للانتاج الوطني الزراعة الصناعة عناية كافية تكاثلت الجديون على لبنان وكان في امل انه ازمات المنطقة كانت ايضا تترك انعكاسات ايضا على لبنان وعلى حياته الاقتصادية والمالية في السنوات الاخيرة حصل التراكمات كلها ظهرت نتيجة بعض العوامل الخارجية لمعنى ايه معنى ايه سيد رفيق بمعنى انا هقولك لو تتركني اتكلم بس فاضل بمعنى اولا في الازمة الحرب في سوريا الحرب في سوريا اللي بدأت سنة 2011 ادت الى اقفال اقفال الحدود اللبنانية السورية وهذا يعني اقفال الشريان الحيوي للانتاج اللبناني للتصدير اللبناني صار في صعوبات كبيرة في تصدير الانتاج اللبناني وبدأ الانتاج يعاني ازمة التصدير ثم اتت ايضا طويل الانتاج السوريين الى لبنان ونزح خلال هالسنوات اللي ما رأيت حتى الان اكثر من مليون وثمانمية وخمسين الف نازح سوري على بلد عدد سكانه اربع مليون ونصف تداعيات النزوح السوري كانت قاسية ايضا رتبت على لبنان نفقات اضافية بلغت بحسب احساءات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي حوالي خمسة واربعين مليار دولار ثم حصلت ايضا بعض الهزات الاقتصادية الداخلية نتيجة المطورات ووقع ادنا ايضا بعد ذلك انفجار مرفأ بيروت هذا الانفجار الغير يعني غير مسبوق له نعم ودمر نصف العاصمة وعرقلة او اوقف الحركة الاسفادية والحق اضرار جسيمة غير الضحايا اللي سقطوا اللي زايت عددهم على 222 ضحية و6000 جريح كانت الاضرار كتير كبيرة في نصف العاصمة يعني نصف بيروت دمر وحلت اخيرا كما في دول اخرى جائحة كورونا وما نكتج عنها من تعطل الحياة الاجتماعية والاقتصادية والانتاج وكل كل المفعيل التي سبطته الكورونا ليس فقط في لبنان ولكن في دول العالم ولا تنسى ايضا ما يعانيه لبنان من جراء الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة ايضا على اراضي كل هذه العوامل كل هذه العوامل اضافة الى بعض الاخطاء في العمل المؤسسات المالية الرسمية اللبنانية وفي السياسة النقضية التي كانت تعطمك خلال اختنوات الماض كل هذه التراكمات ادت الواقع الذي نحن حاليا نعاني منه والذي يعني معالجته تتطلب الكثير من الجهد والكثير من التعاون من دول عربية ودول صديق الدول العربية ستشقيقة في غالبيتها وقعت ايضا في مشاكل داخلية وبالتالي الدعم العربي الذي كان يتأمل لبنان ان يحصل عليه نتيجة الوجود الفلسطيني وجود اللاجئين الفلسطينيين في لبنان والحروب الاسرائيلية التي نتجت عن هذا قبل انتحاب الفلسطيني عندك خمسمائة الف فلسطيني في لبنان ايضا الدولة اللبنانية توفر لهم المساعدات والعناية والرعاية وهذا ايضا يرتد اعطاء اضافية كل هذه العوامل تضافرت بعضها البعض واوصلتنا الى الوضع الذي نحن وحديا فيه لا اقول هذا الكلام لابرر بعض الاخطاء في الحياة السياسية اللي بيقول لا نعم حصلت اخطاء سياسية حصل بعض الفراغ السياسي في تشكيل الحكومات كنا ننتظر 10-11 شهر الحكومات لا تتشكل نتيجة الخلافات بين الاطراف السياسيين حصل مرتين فراغين رئاسيين بقيت البلاد من دون رئيس المهورية مرة عوالي سبعة شهر مرة ثاني سنتين ونص سنة يعني كل هذه وكان وعندك الديون التي كانت تتراكم والفوائد فوائد الثاني العام ايضا كانت أدي الديون وفوائد اللي عليهم أدي ديون لبنان ديون ديون لبنان حاليا حسب آخر أرقام حوالي 92 مليار دولار بالفوائد ولا من غير لا لا مع الفوائد مع حوالي 92 مليار دولار نعم نعم طيب ماذا يفعل فضل هذه الديون ايه هذه الديون بعضها لدول وبعض الآخر لمؤسسات مصرفية عالمية وايضا لمصارف لبنانية يعني كنا نوظف بعض سندات يوروبونت وغيرها من أجل يعني تأمين مصارف الدولة اللبنانية والحاجات الملحة والآن وجدنا أنفسنا أمام هذا الواقع الذي شرحته قبل فلي الرئيس سيادة الرئيس عون اللي ممكن يعمله من إجراءات سريعة وعاجلة حتى لا تنزل لبنان إلى المجهول ولا أحد يتمنى هذا الأمر إيه الإجراءات العجلة أولا من خلال من خلال ما يملك من صلاحيات وهي ليست صلاحيات مطلقة كما في معظم الدول العربية نحن في نظام ديمقراطي برلماني السلطة التنفيذية في يد الحكومة هناك مجلس نواب يشرع وهناك رئيس سبعا الجمهورية عاديه بعض الصلاحيات لكنها بعد مؤتمر الطائف لم تعد مثل الصلاحيات التي كانت له قبل هذا المؤتمر يحاول الآن الرئيس أن يبدأ أن يحقق الإصلاحات التي لابد منها من أجل إعادة الانتظام العام ولو جزئيا إلى الوضع اللبناني هناك حالة خساد قوية في لبنان مثل معظم الدول أصلا ولكن في لبنان ظهرت مؤخرا بشكل فساد سياسي فساد مالي فساد مالي وفساد سياسي الفساد السياسي فساد السياسي أستاذي كريم وليد الأحزاب مبارسات الأحزاب والهيئات والتجمعات السياسية أما الفساد المالي فهو مرتبط بعمل المؤسسات بعض الصفقات المشبوهة التي نفذت في السابق بعض الارتزامات التي كانت فيها ثغرات كبيرة إلى آخره منذ اليوم الأول يسعى الرئيس إلى معالجة هذا الموضوع وكان شعاره مكافحة الفساد وبدأ بالفعل يأخذ إجراءات من أجل مكافحة الفساد ولكن المنظومة السياسية المتحكمة في البلاد نتيجة مرحلة ما بعد الطائف أوجدت نوع منحصار عليه بمعنى أنها تمتلك موجودة في مواقع القرار ببعض مواقع القرار وفي مؤسسات لها دور أساسي في مكافحة الفساد لو هي أرادت ولكن زوبها الرئيس عون بتكتل المنظومة السياسية التي تحكمت بالبلاد منذ العام 92 أي منذ مبعض الطائف ووجد نفسه أمام هذه المنظومة حاول مواجهتها وهو لا يزال يواجهها حتى الساعة لكنها قوية متماسكة لها امتدادات مش فقط سياسية مع الأسس لها بعض التغطيات الطائفية وكما تعلم في لبنان نظام نطائف أحيانا تتحكم بعض الأمور الطائفية في مصائر البلاد لكن المواطن لبناني سيد رفيق هو اللي بيدفع الثمن النهاردة اللي بيوقف عشان لتر بنزين عشان علبة لابن عشان غف عيش قبز هو اللي دفع الثمن النهاردة طبعا المواطن صحيح صحيح ولكن الرئيس ينحزل المواطن وبالتالي ياخد ما يراه من قرارات ولا هل الرئيس لا يستطيع ياخد القرارات اللي هي تنحزل المواطن هل هناك يعني تكتيف زي ما احنا بنقولها في مصر الكثير 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 من القرارات التي يتخذها الرئيس لصالح المواطن يصطدم تنفيذها كما قلت بقدرة هذه المنظومة السياسية المالية الشبكات المترابطة ببعضها يصطدم بها في إنجاز ما يريد أن يحققه سأعطيك مثلا على ذلك مثل الحسل الرئيس منذ 26 أذار العام الماضي 27 مارس يعني العام الماضي 2020 قرر في مجلس الوزراء نعم نعم 2022 نعم قرر في مجلس الوزراء اتخذ قرار في مجلس الوزراء بإطلاق التدقيق الجنائي المالي على أموال مصرف لبنان وعلى كل ما يتعلق بالعمليات المالية التي نفذها مصرف لبنان وبعض المؤسسات التي تحوم حولها بعض الشبهات حول الفساد يا سيدي منذ ذلك التاريخ أي من 26 مارس 2020 وحتى هذه الساعة التي أحدثت فيها تعرقلت عملية تنفيذ التدقيق الجنائي عرقلتها المنظومة السياسية إياها بمعنى أنه في كل مرة كانت تطرح قضايا تتصل أو إجراءات تتصل بالعمليات التدقيق الجنائي كانت تبرز عقبات داع من يتولى هذا التدقيق هذه الشركة أمسل وهي شركات عالمية استخدمها لبنان لهذه الغاية دفتر اشتفات الشروط التي وضعت لعمل هذه الشركات وعيدت أكثر من ست مرات طلبت الشركة التي رسع عليها التدقيق الجنائي وهي شركة عالمية مخصوصة شركة شركة عالمية وهمتها التدقيق الجنائي المالي قدمت طلبات وأسئلة وشروط لكي تبدأ العمل وهم بدأت المعاناة صارت يعني يتماد في التأخير ورئيس الجمهورية يلاحق الموضوع إلى درجة أنه اضطر نتيجة البطء المتعمد في التنفيذ اضطر إلى توجيه رسالة إلى مجلس النواب قال له فيها أن هذه عملية التدقيق تتعرض للتأخير وأنا أحمل مجلس النواب مسئولية لأنه في نتيجة سلطة الشعية هي التي تسلط القوانين كما تعلم نعم تجاب المجلس تجاب المجلس لطلب الرئيس وأعدت أقر قانون يجيد التدقيق الجنائي ورفع ما يسمى السرية المصرفية لأنه كما تعلم ويعلم المتابعون قال له في الفترة في الفترة التي بدأت فيها التحركات الشعبية في أكتوبر 17 أكتوبر من العام 2019 حصل تحريب أموال من مصارف لبنانية إلى الخارج أكثر من 17 مليار دولار فهربت إلى الخارج طلب رئيس السمهورية التحقيق في هذه العمليات من خلال التدقيق الجنائي المالي ووجه بأن قانون السرية المصرفية المعمول به بلبنان لا يسبح لكشف الحسابات ضغط على مجلس الدواب حتى أقر قانون في تعليق العمل بالسرية المصرفية أوتيت هذه المهلة التعليق سنة مر حتى الآن أكثر من أربعة أو خمسة أشهر على إقرار القانون ولم يبدأ بعد التحقيق الجنائي المالي كل ذلك أقول هذا السلام لا سر أبر بل أقول لك كم يعمل الرئيس وكم يواجه من صعوبات في نظام مثل نظام لبنان مختلف عن الأنظمة العربية حتى الآن لبنان سيد رفيق حتى الآن لبنان لم تستطع تشكيل حكومة منذ العام الماضي من غسط سبتمبر العام الماضي حتى الآن هناك أيضا فشل في عدم التنسيق أو الموافقة أو يعني على تشكيل حكومة وبالتالي البلد فيها مشاكل ضخمة هذه قصة تانية موضوع تشكيل حكومة قصة أخرى لها ارتباطات أيضا بما يجري الآن على الصعيد المالي والاقتصادي الحكومة تفقت القيادات السياسية بمبادرة من الرئيس الفرنسي إمانويل مكرو عندما ظهر لبنان في الأول من سبتمبر على تشكيل حكومة اقتصاصيين لا سياسيين فيها ولا أحزاب لأن الطبقة السياسية اللبنانية اتضح أنها غير جديرة بأن تتحمل المسئولية نعم وافق الجميع على مبادرة الرئيس مكرو وتحدث الجميع عن تشكيل ضرورة تشكيل حكومة سموها حكومة مهمة كما أطلق عليها الرئيس الفرنسي منذ ذلك التاريخ أجر رئيس الجمهورية الأشاورات التي يفرض عليها الدستور إجراءها لتكليف أو لتسمية الرئيس الذي يشكل الحكومة وتم تسمية الرئيس سعد الحريري لهذه المهمة مرت أشهر ولم ولم يتمكن الرئيس المكلف من تقديم تشكيل حكومية تراعي المعايير التي يفرضها الواقع السياسي اللبناني من موضوع التوازن الاختصاص الشراكة الوطنية لأنه كما تعلم نحن في بلد هناك فيه شراكة وطنية بين الفئات المجتمع اللبناني أقصد بذلك الطوائف المسيحية والإسلامية نعم قدم منذ استمر الأخذ والرد حتى منذ حوالي ثلاثة أشهر قدم الرئيس المكلف تشكيل حكومية لم تراعي في بعض الأسماء التي وردت فيها والتوزيع الذي وردت فيه لم تراعي لمبدأ الاختصاص وكما تنص المبادرة الفرنسية مبادرة رئيس مكرون وأيضا لا تحقق الشراكة الوطنية المطلوبة طلب الرئيس الجمهورية من الرئيس المكلف تعديل التصير التي قدمها إليه بحيث تراعي المعايير التي ذكرته منذ ثلاثة أشهر الرئيس المكلف لم يقدم أي تعديل على التشكيل الحكومية وهو يغادر البلاد من حين إلى آخر إلى الخارج في زيارات مختلفة طارة يذهب إلى أبو ظب طارة إلى مصر طارة إلى موسكو طارة إلى تركيا إلى فرنسا إلى آخره وحتى الساعة لم يجري التعديل المطلوب على التشكيل الحكومية وحسب الدستور اللبناني لا يمكن لرئيس الجمهورية أن ينزع التكليش من الرئيس المكلف لأنه لا نص دستوري يسمح بذلك وبالتالي التكليش مع رئيس الحكومة ورئيس الحكومة لم يعد بعد في التركيبة الحكومية وفق المهو وفق ما هو طيب سيد رفيق خلينا الرؤى كمان من الحكومة من الحكومة إلى لأن المواطن اللبناني النهاردة بيتكلم على أكله على شربه هيفضل إمتى للكلام ده يعني إيه النهاردة العجز الموجود هل في الكهرباء في الوقود في الأكل إيه العجز اللي عندكم النهاردة لم يعود في قدرة البنك المركزي اللبناني أن خلال هالسنتين استنزف المصر في المركز اللبناني الموجودات المالية بالعملة الصعبة أو خصوصا الدولار الموجودة لديه لأنه كان عليه أن يغطي خلال السنتين الماضي التاني مشهريات الدولة الأساسية المدعومة مثل الحوخب يعني الطحين مثل الوقود بنزين الكهرباء الأدوية المتزمات الطبية وغيرها عندنا هذه المستهد الأشياء التي ذكرتها مدعومة من قبل الدولة اللبنانية بمعنى أن المصر المركزي يغطي الفروقات على الأسعار بالدولار لوصلنا إلى مرحلة لم يعد لدى المصر المركزي ما يكفي من العملات الأجنبية لتأمين هذه المعدات بقي عنده فقط حوالي 14 مليار دولار هي تسمى الإحتياط الإلزامي أي الأموال العائدة للمواطنين في المصارف السبنانية يعني مالي وما غيري الموجود في المصارف تجب القوانين على المصارف الإلزامية أن تضع بنسبة منها في المصر المركزي يسمى الإحتياط الإلزامي لحفظ حقوق الناس لم ليس في استطاعة مصر وفق القوانين أن يستعمل هذا الإحتياط الإلزامي لأنه ملك الناس هذه أموال الناس وليست أموال الدولة الناس وقعنا وقعنا في المشكلة أن الدعم لم يعد ممكن كما كان في السابق صار هناك تأخير في شراء يول لتشغيل معامل التهرباء صار في تأخير في شراء البنزين لتأمين محطات اللقود وكذلك المستنزمات الطبية والغذائية والحليب وغير مما الإشياء التي ذكرتها سببت أزمة أزمة كبيرة وتراجع نتيجة أزمة الكورونا والوضع الاقتصادي حصلت أزمات في المصامع والمؤسسات والمعامل أكفلت بسبب الإشراعات التي فرضها كورونا وبالتالي الإنتاج الوطني تراجع ونسبة البطالة ارتفع كانت كام بقت كام سيد رفيق كانت كام ارتفعت أدية كانت كام وبقت كام دلوقتي البطالة سيد رفيق شلالة بشكرك كنت أتمنى نعرف آخر يعني سؤال ولكن بشكرك المتشار الإعلامي للرئيس لبناني ميشيل عون لبنان دي ما حك شايف كده دي ما حدك سمعت كل حاجة فيها ما عندهمش ده البنك المركزي ما عندهش فلوس ما عندهش دولار قالك الفلوس الموجودة في البنك المركزي المصرف المركزي في لبنان بتاعت الناس يعني الدولة ملهاش دولار في المصرف اللبناني المصرف اللبناني كل الفلوس الموجودة دي قالك فلوس المواطنين إدعاة المواطنين ما نقدرش نشتري بها حاجة لنا بتاعت الناس يعني الدولة ما عندهاش مال في البنك المركزي اللبناني عشان كده كل حاجة مش عارفين يجيبوها لا قادرين يجيبوا وقود ولا قادرين يشوفوا الكهرباء ولا قادرين يجيبوا عيش ولا قادرين يجيبوا طحين ودقيق ولا أي شيء عشان كده الوضع في لبنان على المحصفية ساخن نتيجة لكل الأزمات السيد رفيق شلالة شرحها يعني مطولا كمان يعني كتير وانا حابب كنت أسمع وحابب انه حاكوا تسمعوا لبنان كنا دايما نقول عليها سويسرا الشرق سويسرا الشرق النهاردة شوف حضرتك كل حاجة في لبنان اضرب في عشر وعشرين واربعين ولو لقيتها قادي أرفف في الأدوية أدوية مش عارفين شايف قادي الأدوية في لبنان سيضر لها قدامك وشوف كم رفف مش موجود أو فاضي أو كذا لبنان بقول لك كانت سويسرا الشرق مش شار عاملين إضراب الدنيا بقول لحضرتك كله يتوقف قالك مصانع قفلت شركات قفلت كله قفل ما عندوش ما عندوش أي حاجة ما عندوش ما عندوش وقود ما عندوش كهربا فيش حاجة بتتعمل لبأ لك حتى لبأ لأطفال ده ناس بيجي يأخدوا لبن مصر ويرجعوا أو الله ناس بيجي يأخدوا قلبان من مصر ويودوها لبنان ده الوضع في بلد شقيق أزمة قصادية رهيبة أزمة سياسية حدة ومحدش عارف إمتى يخرجوا من هذه الأزمات طوابير على كل شيء في لبنان نروح لي قبل أن نطلع فاصل أخير النهاردة صندوق تحيا مصر يتسلم من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي وكان طبعا لواء محمد أمين مصشر سيد رئيس الشؤون المالية يتسلم 57 مليون جنيه من الجماعات وزارة تعليم العالي جماعات المصرية جماعات الخاصة المعاهد نتابع ثم أعود فاصل ثم أعود لحضراتكم النهاردة إحنا الحقيقة بنتشرف بوجود سيادتهم للمساهمة في مبادرة السيد الرئيس لإعادة إعمار غزة والحقيقة المبادرة منذ إطلاقها يمكن لقيت صدى كبير جدا جدا عند كل المصريين سواء في الداخل أو في الخارج ده بالإضافة كمان للتبرعات الخاصة ببعض الهيئات ويمكن النهاردة إحنا بنستقبل معالي الوزير بيمكن مبادرة جليلة جدا جدا من المعاهد والكليات والجامعات الخاصة للمساهمة في هذه المبادرة أنا سعيد أن أكون موجود النهاردة يعني في رحاب سندوق تحيا مصر وفي ضيافة السيد الواء محمد أمين مستشار السيد الرئيس الجمهورية لشؤون المالية وأمين سندوق تحيا مصر والأستاذ تامر المدير التنفيذي للسندوق يعني خليني أنا أقول يعني إزاي سندوق تحيا مصر ساعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وده يعود تاريخه لسنوات طويلة الحقيقة منذ نشأة السندوق أولا إحنا عمرنا ما طلبنا جهاز أو طلبنا مساعدة في معمل تجهيزه في الجامعة أو في كلية في مصر أين كان من كان إلا لما كان الاستجابة سريعة جدا سواء في تجهيز معامل محاكاة في كليات الطب على مستوى الجمهورية تجهيز معدات ومستلزمات خاصة بمواجهة فيروس كورونا مع بدائة الجائحة للمستشفات الجامعية عمرنا محتاجنا يوم لأي دواء أو أي مستهلكات أو مستلزمات لمواجهة هذه الجائحة إلا وكان سندوق داحية مصر كان في ظهرنا تجهيز معامل في كليات مختلفة وأجهزة طبية لحاجة زي أجهزة غسيل كلوي أو أجهزة حضانات للأطفال أو أجهزة علاج إشعاعي أو مهما كانت الطلبات اللي كنا بنسعاد بنحتاجها بشكل سريع جدا والتمويل ما بيبقاش متاح كان سندوق تحية مصر الحقيقة وبرعاية من سادة الرئيس كان دائما وأبدا صباق في دعم المستشفيات والكليات والجماعات والمعاهد المصرية فمبادرة سادة الرئيس الحقيقة في إعمار غزة وبعد العدوان كان لها أثر كبير جدا على المجتمع بشكل عام وتحرك المجتمع الجامعي متمثل في الجماعات الحكومية والجماعات الأهلية والجماعات الخاصة والجماعات والمعاهد أيضا إن إحنا نحاول نقدم ولو جزء بسيط مساهمة من عندنا حتى إحنا مش بنتكلم على الفكرة المالية ولكن هي الفكرة المعنوية أن يكون دعم سادة الرئيس لهذا الإعمار غزة بمبلغ 500 مليون دولار في وقت يمكن العالم كله كان بيشيد بالدور المصري اللي صباق في وقف العدوان أولا اللي وقفت دول كتيرة ما عرفتش تعمل اللي عمله سادة الرئيس الحقيقة هو دولة مصرية أشكر حضراتكم شكرا قزيلا شوفكم بكرا إن شاء الله أسبوع الألف خير